المأساة برنامج مفتوح للحفاظ على الذاكرة الجماعية وكشف التضليل الإعلامي بالحقيقة وتدوين ما جرى في الجزائر من أحداث إبان المأساة الوطنية يأتيكم كل أحد على الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر للإدلاء بشهاداتكم الحية على المباشر دون خطوط حمراء اتصلوا بنا على سكايب راديو وطني موسيقى 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 الرئيس الجزائري محمد بوظيف والمأساة قبل ما نبدأ في هذا البرنامج بيوديه أن أترحم على كل ضحايا المأساة الجزائرية مهما كانت الخلفيات انتاحم ومهما كانت المشارب انتاحم ونحيي كل الشرفاء وشريفات من الجزائريين والجزائريات اللي راهم ما زالهم إلى اليوم ينظلوا من أجل معرفة الحقيقة حتى لا تتكرر المأساة في الجزائر معي على الخط الأخ مولود من بريطانيا الأخ مولود مرحبا بك مرحبا بك الأخ مولودين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله الأخ مولود إذن نشرع في هذا البرنامج الأخ مولود في بلكنتا لماذا هذه الجنرالات اللي هما متحكمين في الجيش الشعبي هو أنه جابوا هذا بوضيف يعني لماذا ما جابوا شيء شخصية واحدة أخرى لماذا بوضيف بسم الله الرحمن الرحيم أولا أرجعنا أرجعنا بداية تأسيس الدولة الجزائرية كل كلنا يعلم أن نواة الدولة الجزائرية كان مؤسسة هو الجيش فليس يعني من الصدفة أن نقول مثلا الجيش هو الذي أتى يعني بالرؤسة في كل مراحل التي عاشتها يعني الجزائر نعود الآن إلى نقطة إلى المرحوم محمد بوضيف أرحمه الله هو سؤالك قلت لماذا الجنرالات يختاروا محمد بوضيف نعم أنا حسب المعلومات اللي عندي ويعني ما نقولش بلي نحتكر يعني المعلومات حسب المعلومات اللي قريتها أنا هو يعني السلطة عرضوها قبل بوضيف يقيل أن السلطة عرضت يعني عرضت منصب رئاسة من المرحومة يتحمد نعم فهو رفض ثم بدأت المحاولات لإقناعه يعني بالرجوع ما تشوفش أسمح لي أخ مولود في النقطة هذه يعني حاول أي تحمد ما تشوفش من أنه باللي ربما استعملوا هذه العرضة للسلطة على أي تحمد تمويه أصبت يعني في هذه الأطروحة حقيقة إن تقدر تكون تمويه الخطر علاه الخطر علاه سؤال هذا اللي يطرحوا روحوا لأنه من خلال الشهادة تسمى أدل بها بنو ناصر لما استضفناها على إذاعة وطني يعني كم من مرة قال من أنه هذا المجموعة اللي كان يمثلهم علي هارون راحوا له سنة تسعين وحنا نعرف باللي الإنقلاب جراء يعني هكذا رسميا في ثنين وتسعين يعني هما ربما لما راحوا لأيت حمد والله شخصيات واحد أخرى ربما فقط على جل بش يموهوا حتى بش يبينوا للناس باللي راح ما عندهم مش مخططة إلى غير ذلك لا أصدت يعني في هذه النقطة أنا اللي أول مرة أسمحها ولكن يعني يعني تقنعت بالنقطة هذه يعني حقيقة يعرضوا هذا المنصب للناس وهم ممكن يكونوا قادرين يعرفوا لأنهم يعرفوا يعني يعني طبيعة المعارضين يعني مخابرة الجزيرة كانت تعرفهم يعني كيف يعني يفكروا كيف يعني 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 يردوا الفعل تهم فهما ممكن كانوا مقتنعين أن أيت حمد يعني سوف يرفض نعم فأكيد هذه النقطة هذه يعني حقيقة نصبتها فيها ممكن يقدر تكون كتمهيد أو قول لتعبير يعني يعني لشعب الجزائري أنه مثلا هما مرمش ممش يعني في نيتهم باش يديروا يعني انقلاب ولكن كانت نيتهم حقيقة باش أعوسوا على إنسان من طراز يعني على شكل الدبورية ولكن لماذا لماذا بوضياف علاش هل ركزوا على التاريخ انتاعو هل ركزوا عليه لأنه هو ما كانش يعني تسمى مشارك في السلطة هل لأنه هو معارض هل لأنه على بلشنا تتوفر فيه ربما أوصاف ما تتوفرش في ناس واحد أخرين هل ترى هما جابوه من أجل على جلباش يقتلوه هل ترى جابوه من أجل على جلباش يستعملوا التاريخ انتاعو وش هي الأشياء اللي يعني هما تحديدا اختاروا بوضياف لماذا اوكي انا على سابق قناعتي يا نايا ماذا يعني أفكر أنا أنا شخصيا هما داروا أوراق داروا يا كما نقول المخطط ألف ومخطط با وسين وجين نعم ماذا يعني أرفض مباشرة ثم جاءهم ممكن يكون جاءهم يقترح آخر ممكن لغاوة نحن ما نعرفوش حتى بعدك من المستقبل نسمع شهادتها عن الناس يقولوا مثل ماذا يعني عبد الحميد مهل الله رحمه الله ممكن ومبعد جاهم جتهم الورقة هذي تاع يعني بوضياف وكيفية إقناع بوضياف هنا يكون منسر لأن هناك تضارب في الروايات يقول لك كين لي يعني مشاو على طريق زوجة تاعو ونحن يعني ما نمسوش يعني شرف يعني شرفتا يعني يعني زوجة تاعو كانوا بترسلوا يعني بزوجة تاعو وكان يقول لك ترسلوا يعني أصدقاء مقرابين لها وكان يقول لك مثلا في يعني في فرنسا دخلت يعني هناك رواية متضاربة أنا ما مرقضش يعني نفسها ولكن المعارف حنا في الجزائر يقول لك أنا مثلا يقول لك مثلا يعني وليدو سح نسمعو شهادة تاعو يعني وليدو وليدو ما يهضرش في هذه المقطع هذه أخ مولود أخ مولود سمحني برك مهم كينة جزئية لا هو أنه مر على مرة لا هو اللي ما تبين فكرة هكذا نحاوله وأنه كش من خرجوا حاجة كنت ذكرت مثلا قاضية تاع فرنسا منطقيا هو أنه ذو كذا كان هذا الناس سميناهم بحزب فرنسا وجنيرالات فرنسا منطقيا هو أنه يتصلوا بفرنسا من أجل إخبارها هاو الشخص اللي رأهم قال مثلا يحوسوا عليه هو لا شك وأنه لما داروا الإنقلاب وما رأى مخذو الخط الأخضر آنذاك من السلطات الفرنسية هذا أمر مفرغ منه لكن هذا بوذياف رأى واحد من المفجرين انتعى الثورة ولكن هما يلعبوا بزافة على الورقات يعني شرعية تورية لماذا لماذا بوذياف علاش لماذا بوذياف هي الورقة الآخرة اللي قتلهم يعني حبستهنا يا مادو أنا ما قتلش نقول لك يا لماذا بوذياف يعني هما يعني في الخطة تحهم يعني قدر الله أنهم طاحوا يعني في بوذياف ولكن المشكل ما هو شموش هنا المشكل كيفا بوذياف في الشخصية تعوى يعني في هذا الرمز هذا نعرف المواقف تعوى من زمان كيفا شق هنوين ما زال مقنعة نحتاري رواية نعم كيفا شق باللعرب هذي يجيو لها فيما بعد نعم هيا تطرح روحها تطرح روحها ذو يجيو نجاوبوا عليها إن شاء الله نعم شكرا أخي مولود الميكروفون أخي عبدالقادر من كندا مرحبا بك أخي عبدالقادر نفس السؤال الله يسلمك أخي السلام عليكم وعلكم السلام نحييك ونحيي الأخ مولود وكل إخواني الجزائريين اللي عام يستمعوا لنا وجزائريات داخل الجزائر وخار الجزائر ونترحم على كل شهداء المأساة الوطنية من كل جهات ونترحم كذلك على على الزعيم والشهيد محمد بوضياف ربي يرحمه فيما يخص سؤال تاعك علش الجنيراليات جاء بوضياف لازم نعرف الوضعية أنا ذاك أخي نغدين نعم وضعية كانت وضعية خطيرة جدا تتمثل ما هي المعطايات أنا ذاك أولا نعرف باللي كانوا رايحين يلغيوا الانتخابات رايحين يوقفوا المسار الانتخابي المسار الانتخابي اللي ما عشناش يعني مسار تعددي كانوا رايحين يقيلون الرئيس الشرعي كانوا كذلك يخطوا باش يحلوا البرلمان نعم كانوا يخطوا باش يجمدوا العمل بالدستور تعد 89 نعم كانوا يخطوا باش يفتحوا مخيمات الجاحين في الصحراء للشباب الجزائري قرب المناطق الملوثة بالإشعاعات النووية ما ننساش نعم كانوا يخطوا باش يحلوا البلديات المنتخبة في الإطار تعددية على المستوى الوطني نعم كانوا يخطوا باش يحلوا المجالس الولائية على المستوى الوطني كانوا يخطوا باش يعلنوا حالة الطوارئ كانوا يخطوا باش يعلنوا الحرب على الشعب الجزائري يعني إعلان حرب على الشعب الجزائري وعلى الشبيب أنا ذاك بكل أطيافه وتوجهته كانوا يخطوا باش يجمدوا الحزب من تعالفيس أنا ذاك نعم شوف هذا المخطط مخطط رهيب مخطط رهيب من مجموعة يعني عسكرية ومدنية هذا المجموعة العسكرية والمدنية إذا شفنا ما عندها حتى شرعية عندها شرعية الدبابة وشرعية العسكر وشرعية الكسكيطة تعالى العسكر فقط مكنش عندها شرعية كانوا مجموعة صحف النقابات كانوا كذا ولكن ما عندهاش أي شرع الشرعية الشعبية ما عندهاش لأن احنا في ذاك الوقت كنا نبني شرعية جديدة وهي شرعية شعبية إذن فهذا المخطط الرهيب اللي راح يأدي بالجزائر إلى الانفجار وش لازم لهم لازم لهم برنوس لازم لهم غيطاء هذا الغيطاء لما فكروا لما داروا لجنة برئاسة نزار وعلي هارون وكذا كانوا يفكروا وش من شخصية اللي تعطي لهم هذه المصداقية وهذا الشرعية باش يديروا هذة الأمور لني ذكرتها كما قالت الرئيس شادلي وحل البرلمان وتوقف المسأل الانتخابي وفتح المخيمات وحل البلديات وحل المجلس الولائية وكذا وكذا إلى غير ذلك فلازم لهم شخصية شخصية أولاً عنده شرعية ثورية عنده شرعية تاريخية نعم وكذلك نظيف وكذلك نزيه لم يتورط لا في الحقبة تعبو مدين ولا في الحقبة تعشادلي نعم إنسان محايد هذه الأمور هي اللي خلاتهم يديروا مجموعة من الشخصيات داروا مجموعة من الشخصيات وكل شخصية عندها السيفي انتاحة عندها التاريخ انتاحة فالمعيار المعايير اللي كانوا يحوسوا عليها هما بالضبط لقاوها تتجسد في الزعيم والشهيد محمد بوذياف رحمه الله لم يعرش محمد بوذياف ممكن بعض الشبيبة محمد بوذياف محمد بوذياف اللي كان لإسم الثوري تعالى السيطيب الوطني كان من أكبر رموز الثورة الجزائرية وقادتها نعم كان رجل كذلك سياسي وانخرط في حزب الشعب الجزائري كان عضو في المنظمة السرية كان من الرجالات اللي عملوا اللجنة الثورية الوحدة والعمل لتحضير للثورة الجزائرية نعم كان كذلك من مؤسسي وكان من الزعامات اللي اختطتهم فرنسا في الـ 56 على ما أظن نعم وكان كذلك وبعد الاستقلال وبعد الاستقلال مباشرة عارضت توجه انتع النظام الجزائري أنا ذاك بنبلغ عارضه وكان حاب لتكون تعددية أنا ذاك وكان من مؤسسي حزب الثورة الاشتراكية الـ P.R.S نعم فهذا هذا الرصيد رصيد تاريخي هذا حبوا يستعملوه حبوا يستعملوه هؤلاء الانقلابيين هؤلاء المجموعة الانقلابية اللي فتحوا الجحيم على الشعب الجزائري وعلى الجزائر فقال لك ما فيه شخصية توفر في هذه الشروط إلا بوذية يعطينا يضفي علينا شرعية تاريخية يضفي علينا شرعية ثورية وكذلك ما ننساوش باش ما ننساوش حابين يخرجوا على أساس أنهم عسكر فقط العسكر هم اللي داروا انقلاب حابوا يجيبوه شخصية مدنية وهذه الشخصية المدنية تتمثل في بوذية بطبيعة الحال لأنه إنسان مدني فكان هو على رأس المجلس الأعلى للدولة إذن هذه الأسباب وممكن فيها أسباب أخرى اللي خلاتهم يطيحوا على الشهيد محمد بوذية رحمه الله ويقروا باش يقنعوه بأي طريقة إن كانت ويجيبوه باش ينفذوا هذا المخطط نتاحه هذا ناوش شكرا أخي عبد القادر نزيد أنا ننظف ربما بعض الأشياء كان أشياء اللي كنت بيودع وأنه نحكي فيها وكان أشياء ربما تولدت من خلال النقاش مع الإخوة عبد القادر والأخ مولود في بالي من خلال الشهادات بطبيعة الحالة الآن اللي رأى أصبحت متواطرة من خلال التسجيلات اللي رأى منشرة يستطع أي جزائري وجزائرية هو أنه يسمحها ويعود يسمحها من خلال شهادات اللي كانت إذا أنت وطني ومن خلال الحوار مع شخصيات مع سياسيين مع إعلاميين هو أنه تكونت لي هذه القناعة ومن خلال بطبيعة الحال الشي اللي عشناه في التسعينات وعشناه في الخارج تكونت لي هذه القناعة كلكم يعرف الناس اللي عاشوا في المرحلة هذه انت الشاذلي هو أنه كان هناك تسيب كان هناك تململ داخل الأجهزة تاعد الدولة تململ قد يكون هو متعمد قد يكون متعمد وقد يكون نتيجة نتيجة انت هو أنه بعد ما شعب الجزائري تخم من هذه الحرية صارت عنده لمبالة هذه وانتهى الأمر قادر يكون أيضا من خلال تعيين المسؤولين و يعني تجاوز هذه الإرادة الشعبية يعني كأنه المواطن لا رأية له يحب يدير مسؤول يدير كان حزب الواحد الرأي الواحد التلفز الواحد الصحيف الواحد وبالتالي المواطن لا رأية له فهمت يعينوا المير اللي يحبوه يعينوا الولي اللي يحبوه يعينوا الوزير اللي يحبوه لا معارضة ولا محزن بالتالي الشعب هو استقال استقال من هذه المؤسسات شيء اللي اللي يحصل هو انه هذا الانفجار لما صرع هذا الاحتقان في 88 وصرع هذا الانفجار وفيه شيء مفتعل من اجل فتح منافذ حتى لا تصرع انفجارات كبيرة وتتحرق البلاد داروا فيه شيء مفتعل من اجل تسيير هذا الغضب وقدرهما يتجاوزوه من خلال فتح المجال السياسي والتعددية تا الصحافة وإلى غير ذلك ذرك هو لما فتحوا المجال فتحوه يعني للناس كل وبالتالي كينا اشياء اللي مكانوش هو ما في انفسهم مكانوش مجدين هارواحهم لأنه ما تقدرش انت تلقى واحد كما ذرك هذا انا الظهر هذا يحب انسان الفكر انتاعه محدود انسان الافق انتاعه محدود انسان موش بالدرجة هذي اللي يقدر هو يسير دولة ويقدر هو عنده استشراف للمستقبل وعنده هو هذو ناس الفكر انتاعه محدود عندهم العصاء عندهم القوة عندهم الدبابة ما عندهم ش يعني قلمث الفكر والله ربما يستعين بناس رغم مدنيين هم موجودين في مراكز انتاع الدراسات والله يستعينوا بناس في الخارج هذا امر مفروق منه لكن موامش هذي الناس بهذيك الكيفية وبهذيك المستوى اللي بحيث هو يقدر يعني يستشرف اشياء علىها تحذف المستقبل شي اللي صروجي هو هو ظهور بعض الحزب من بين هالحزب انتاع الجبل الاسلامية ذركة ظهر خطب جديد ظهرت ممارسات جديدة وبالتالي الغلبيا تعيش بالجزائري مع الاسف الشديد هو انتقلت من الحزب الواحد وراحت تلقى فرص واحد اخرى كان الانسان اللي يراه هو قال مثلا في جبه التحرير حيته كامله هو يناظل ما حقلوش على جلب الشي ترشح في بلدية لما اعطيت الفرص للناس ظهرت احزاب جديدة 15 وروح يدير حزب مكان شكي مراه قوانين لازم يكون عندك ممثلين في 25 ولاية ولازم لك مؤتمر ولازم لك كذا ولازم لك كذا بكرية 15 وروح يدير حزب تلاقاه 15 في قوا والسلام عليكم يدير حزب لما ظهرت هذيك الاحزاب هذيك فيما بعد صراح هذا الانفتاح وصراح هذا الاختيار بحيث انه الناس صار عندها اختيار ولا الناس تمشي الاحزاب وتنخرط وتروح ذلك هذي كانوا في الجبل الاسلامية كينين الناس متمكنين ما مش يعني ذلك الانسان يوك 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 يقص لي بلي الجبل الاسلامية يقص لي على عباسي مدني والله على ولاده والله جبل الاسلامية فيها اطارات على المستوى الوطني وكانوا ناس متمكنين وكانت عندهم شعبية لانهم ابناء عائلات عائلات معروفين على مستوى الولايات كين واحد معرف بالاستقام انتاعه معرف بالهائلة انتاعه معرف بكذا وكان اختيار شعب كين شعب اللي راح ليهم مش يفرض هم حزب قال مثلا انظرك مثلا كما في جبهة التحرير واسمه القاعدة في الحزب في القسمة يختاروا شخصية معينة لما يروح يوصل للمحافظة ولا يوصل لللجنة المركزية يديروا لهم احد اخر في الجبل الاسلامية لا ما كانش القرار عند عباسي مدني ولا علي بالحاج في هذا الاطار وانما كان نابع من الناس اللي كانوا هما مناظلين موجودين في القاعدة بحيث هو انه هما اللي اختاروا رئيس البلدية وهما اللي اختاروا النائب بتاع البرلمان ذرك لما صرا هذاك الاختيار هذاك القاروح المواطن هو سيستيماتيكيا باللي راه كأنه استعاد هذه الارادة وصار هو يمشي مع الناس هذوك اللي اختارهم اختارهم لانه هو اللي اختارهم اختارهم تحت شعار اسلامي المهم هو اللي اختارهم ذرك هذو الناس اللي هما ذرك في البوفوار لما تفاجئوا بهذيك الجحافل تاع الشباب وتفاجئوا بهذاك الحماس اللي موجود في الشوارع موجود في المساجد راه كانت هبة شعبية غير الانسان الاعمى ولا الانسان العنيد اللي هوا يقول لك باللي ما كان شمال عاود تشوف تشجيلات عاود تشوف تجمعات عاود تشوف المسيرات وتشوف هذك الحماس هذك الحماس لو كان جاء عند ناس اللي عرفوا كيف يسيروه وعرفوا كيف يأطروه لو كان الجزائر الان هي اللي راتحكم في العالم ولكن للأسف شديد المهم ذرك هذا الناس اللي كانوا حاكمين الجيش حكموه بعد الأحدث 1988 هذي رناحكينا عليها في برنامج سابق هو أنه حدث سراع سراع حدث بين التيار الوطني والجبه الإسلامية هذي حقيقة حدث سراع بين التيار الوطني ممثلا في ذلك الوقت بمهري وحمروش والناس اللي كانوا موجودين في جبه التحرير هذو ذرك اللي راه مذرك هما في الجيش هما كانوا يحوسوا على واحد اللي يقدروا هما يحركوا به الشعب لأن الشاذلي في تلك المرحلة شاذلي كان غير مرغوب فيه وأيت حمد هو كان يمثل تيار واحد آخر ما يقدرش هو راه رايح هو يأثر على الشعب وأيضا الحزب انتع لففاس في تلك المرحلة ماداش الأغلبية والناس اللي في جبهة التحرير ماداش الأغلبية بالتاني هم يبحثوا على شخص اللي هو قادرين يستعملوه يستعملوه من أجل الشرعانة الإنقلاب تاهم يستعملوه لعدة اعتبارات من بينها هو أنه كان بعيد كان لاجئ راه موجود في المغرب لاجئ لجوء اختياري ولا قصري المهم هو راه كان في اللجوء في المغرب وبالتالي هو ذرك عنده هذا كين حاجة عنده عنده عند الشعب لأنه هو ما خلطش ما داش مسئوليات ما داش طراب ما داش ما سرقش مؤسسات ما كذا ما كذا ما كذا عنده هو قدر من الاحترام عند غالبية انتا الشعب بالإضافة إلى أنه كانت عنده علاقات مع اي تحمد يقدر هو قال مثلا يأثر في المنطقة انتاع القبائل يقدر يأثر في منطق وحد اخرى من الوطن في الشرق في الغرب في كذا وهما كانوا قرروا على جال باش هذا التوقيف انتاع المسار الانتخابي ترروا مباشرة موش في الانتخابات الشريعية هذا قرروا مباشرة بعد الانتخابات البلدية والتصلب وظياف بقى تقاضية الوقت فقط هما اختاروا الوقت المناسب بعدما هيئت هذه الظروف على جال باش هما يجيبوه ويشرعنوا هذا الانقلاب هما جيبوه لانه بوظياف كان بعيد وكان عنده ثقل ثقل من حيث هو انه كان من المفجر انتاع الثورة من خلال هو كان من القادة الاوائل هذوك في المنظمة السرية الى غير ذلك وهذا الناس ما يقدرونش هما يغطيو عليه هذوك لما انت هذوك ترح تجيب انتا هلي بالحاجة تحطوه انتا مع بوظياف خلاص وش رح هي ناس مباشرة رحين يقولوك حنا بوظياف وش رحيني وش رحيني يقولوك هما رحوا ليه من هذا الباب هذا رحوا ليه على جلب اش يغطيو يغطيو وش يغطيو يغطيو هذيك الشعبية شعبية اللي كانت موجودة داخل الحزب تعالجبه الاسلامية وحبو يجيبو شعبية واحد اخرى وهذا الناس اللي رحهم درك هما كانوا في القيادة تعالجش ما كانوا شو حدهم كانوا ناس مدنيين معهم مدنيين سواء من الجمعيات سواء من الحزاب سواء في مؤسسات مختلفة داخل جبهة التحرير الى غير ذلك كانوا معهم مدنيين بالاضافة الى انه عندهم غطاء دولي هذه حاجة اساسية هذه حاجة لازم الانسان يديرها في المعادلة كان عندهم غطاء دولي كان الحزب تعالجبه الاسلامية كان مرفوض دوليا مرفوض نهائيا بالاضافة الى انه تصريحات اللي كانت موجودة انتاع انه رحي ننحر القدس والدولة اللي جاتنا في الطريق نديوها هذيك الناس السياسيين يخذوها بعين الاتبار ما يعتبروهاش مجرد قال واحد زغدت لدودة في رأس وعيط في تجمع لا كل الاشياء محسوبة خاصة لما تسعى من اجل الوصول الى السلطة تعلن فيها ورام على بالهم بك باللي غد وكان انت توصل للسلطة رح انت تجيش الجيوش ورح انت تدهي تونس تدير انقلاب وتعين الناس ثم وتجي مقدم انت يا مصر وتجي مقدم انت حتى انت تلحق للقدس بالتالي تونس وهذا الشي اللي يحصل اذا كين هناك غطاء دولي وكين هناك ناس اللي كان هناك سراع يعني الانسان اللي يقول لي بلي سراع ما كان ش منها هذا انسان كذاب سراع كان موجود بين تيار الوطني والاسلامي وهذه الطم الكبرى اللي وقعت في الجزائر وهما لما جابوا بوذياف جابوا بوذياف لانه هو يمثل هذا تيار الوطني ودخلوا الناس في سراع بحيث هو انه كان يشوف الناس كانت في تلك المرحلة بطبيعة الحال احنا هذه المعطيات ما كانت موجود عنا في تلك المرحلة كان اشياء اللي الانسان تعلم من خلال التجربة ومن خلال شهادات ومن خلال تحليلات وتعليقات ووصلت له هذا القناع كان هناك سراع بين تيار الوطني وكان في تلك المرحلة بوذياف يعتبر عدو هذه حقيقة لازم نقولها في المرحلة ذي كان بوذياف يعتبر عدو كان يجب فيه باللي عدو لماذا لانه الناس ما كان شفاهم الامور كيف ما راه الان و احدث الهدف هذه المهم هما جابوه جابوه اخ عيسام نعم 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 تفضل صغيرة يعني فقط تفضل كما رأى قلت انت يعني صحيح يعني وشا قلت لانه ما واجه الشرعية اللي كان مؤسس عليها الجبه الجبه الاسلامي لأن كانت مؤسس على شرعية دينية شرعية الدين كانوا يستعملوا الدين من اجل الوصول الى السلطة فالجماعة اللي طلبوا الطاولة عليهم على الشعب وكذا حبوا يستعملوا شرعية مقابلة وهي الشرعية الثورية الثورية نعم ما در شرعية شرعية الدينية لأن الشعب يعني الشعب مش مع الدين مع الدين لأن نحب الدين كافح من أجل الدين كافح من أجل الهوية فلما الفيصر فد العلامة للدين الشعب مش معاه فهم لما حبوا يدروا الانقلاب ما كان شرعية مقابلة إلا الشرعية التاريخية وهذه الشرعية التاريخية والثورية كانت تتجسد بحق في شخصية محمد بوضيف رحمه الله هذا هو الشرح شكرا الأخ عبد القادر الأخ أيسان من كندا أيسان مرحبا بك أهلا السلام عليكم أخي أيسان نعم نعم تحدثنا في النقطة الأولى لماذا هذا الناس جابوا بوضيف؟ أعتقد أننا أفدنا الأخوة والأخوات الذين يتابعوا فينا إذا كان ممكن هو أنه ربما كشمارات ولدت لك أفكار والله من خلال هذا التحليل الذي قدمناه حتى ربما لجلبش نزيده نوره بعضنا البعض السلام عليكم السلام أخوة الحاضرين أخوة المستمعين داخل الجزيرة وخارجها أول ما أول شي نعزي نعزي الشعب الجزائري في هذا الكارثة الإصراف في الجزائر تعديل الدستور المهم نعزيهم وأربع جيد الخير بالنسبة للبوضيف البوضيف كان كما كنت تحكي كان صراع كبير وهذا الاستئصاليين بذكاء أو بخبرة أو بولاء بالوافقة دولية أو كما تحب تسميه أنه ضربوا الوطنيين مع الإسلاميين وجابوا بوضيف كشخصية تاريخية كشخصية سورته ثورية ومن بينها ذكرت الجميع المدنيين والذي كانوا معه ثاني منزيد المجاهدين لأنه أكبر أكثرية من المجاهدين مشاوه معه بوضيف حتى اللي كانوا ولوما بينو شروحهم كانوا مع جمعات الفيز ثاني دخلوا في هذا المنطلق بتاع أيدو بوضيف وأنا نتذكر في هذا اليوم كيجابو كيجابو بوضيف الناس كل كشعب وكطبقة اللي كانت في الوقت اللي كانت حاكمة الشارع هي جمعة الفيز كان فيه تذمر كان فيه كره شديد كيما ذكرتون تالبوضيف على هجاء على أعطاهم الفرصة بهذه الحكاية المهم هو ما جابوه لإستعماله الشرعية الثورية ضد الشرعية الدينية وضربوا الوطنيين نربوهم بالإسلاميين وبدأوا بالإسلاميين هذا هو كلامي وإذا ستزيد حاجة أخرى نعم شكرا لأخا إيسا الأخ مولود نعود نرجع لك الآن في النقطة الثانية يعني من خلال هذا الشيء اللي قدمناه شكون هم المدنيين اللي استعملوهم على جلبة هما يساهموا في إقناع بوضيف لأنه مش مباشرة هكذا يروحوا ليه قال روح جينا رئيس ويجيهم هو وهذا يقودنا فيما بعد الأعلاش هو بوضيف قبل بالرئاسة تفضل الأخ مولود شكرا أنا سمى يعني المعلومات المحدودة أنا مرى ليش مطلع مليحة على هذا الموضوع على يعني باش نكون معك صريح ومع المستمعين نعم يقال أن المدنيين اللي تغرطوا اللي كانت عندهم مدلة مهمة باش يتصلوا بمحمد بوضيف أو قول لعائلتهم يقولوا هو السفير السفير اللي كان أنا ذاك في المغرب واحد وكان هذا الشخص هذا كنسيدي اسمه علي هاروم نعم حتى عندي نكرة يعني شرف له نذكر اسمه فعلى ساب المعلومات هاد هاد الشخصين هم اللي كانت عندهم المهمة باش يقربوا وكانوا اللي كان حكم الميل في هذا كان هو اسمه العماري اسمه العماري هو اللي يرتب هاد اللقاءات ويقول لك اللقاءات مرتها على مرحلتين يقول لك في أول مطاف كان يعني يعني الروايات يعني مطروحة يقول لك أنه رفض في أول مطاف بوضيعف رفض ثم عادوا الكرة كيف عادوا الكرة هلا استعملوا واسطة أنا اللي أدري ما نقدرش نفيدكم هنا يعني ما عندي حتمع لهما يعني وهذا هو يعني ما عنديش حاجة زيادة نظيفة نعم شكرا لأخ مولود أخي عبد القادر في نفس النقطة يعني نرجعه 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 في النغاتيف نرجعو نرجعه هارون شخصية محمد بوظياف فنزار قال له هذا هو الشخص المناسب وعلي هارون كذلك باش ممكن رأي يسمع فينا والشبيبة ممكن ما تعرفش هذا علي هارون وشكون هذا علي هارون علي هارون هو كان سياسي وإنسان مناضل كان مناضل وكان محامي سابق في صفوف جبه التحرير الوطني وكان من مؤسسين لجريدة المقامة الوطنية التي انتهت باش تكون جريدة المجاهد الحالية وكان مسؤول سياسي في الفيدرالية جبه التحرير الوطني بفرنسا وكان كذلك عضو في المجلس الوطني للثورة الجزائرية قبل الاستقلال ثم عارض نظام بن بالله وكان يشتغل في المحامات في محكمة الجزائر وكان صديق قديم لمحمد بوضيف رحمه الله إذن باش الامور تكون واضحة للشبيب اللي ما يعرفوش علي هارون ومازال حي مازال حي يرزق في الجزائر وهو موجود بالجزائر بين الجزائر وفرنسا إذن فلما هو اقترح اقترح شخصية محمد بوضيف رحمه الله الجماعة قالوا له هذاك هو شخصية مناسبة وكلفوه كلفوه باش يروح يتصل بالسيد محمد بوضيف ربي يرحمه وابنه شفنا انت نوردين درت الانتيرفيو مع ناصر بوضيف الحيواء هذاك اللي درتو وهو باهم يعني كيفاش اتصل علي هارون بمحمد بوضيف رحمه الله عن طريق ابنه لأنهم يسكنوا وهم اقراء من بعضهم بعض في العاصمة فعيط الابنه واعطالوا نميرو تلفون تعبابا في المغرب ونعرفوا القصة يعني من خلال الحوار إذا الشباب رغم حابين يطالعوا الكيفية فما عليهم إلا أنهم يشوفوا هذا الحوار الهدرتونتايا مع ناصر بوضيف نعم ومن ثم هذا مع علي هارون رح للمغرب وتلقى بمحمد بوضيف وقنعوا تكلم معاه إلى غير ذلك بأن الجزائر رح في خطر والجزائر رح الحرب أهلية وكذا وكذا ولازم أنها شخصية مثلك إلى غير ذلك ففي البداية هو ما يعني ما قبلش ما قبلش الاقتراح ولكن علي هارون نستعمل طرق أخرى استعمل طرق أخرى تكلم مع الزوجان تاعه وناصر بوضيف ما حبش يذكر واحد شخصية ما قالنا بلي عندها يعني أثر كبير في إقناع محمد بوضيف ما ذكرهاش ونستعمل طرق أخرى نعم نعم حتى أعلاج لكي نفهمه ما حبش حتى بش نفهمه نعم نعم نتذكر كذا جيدا هذا ونصر بوضيف ونحييوه ونحييوه يعني ما حبش يذكر الأمر هذا نظرا لظروف أو لما شعر فعلاش أنا مذابية مذابية يا ناصر لكن ركت سمع فيها أنا موجهتك ش دعوة فيما يتعلق بهذا الحوار حبينا نديره حتى بش المواطنين هم اللي يتحدثوا يعني بعيدا على كذا وكذا وكذا لكن إذا ركت سمع فينا مذابية على جلبه تتصل بنا فقط تقولنا على هذه النقطة هذه حتى بش نسيطون فهمه لأنه هذه المسألة هي لا تتعلق بشخصك أنت ولا تتعلق بوضيف في شخصه هذه راه تتعلق بالجزائر هو راه ذرك واحد من الجزائريين لأنه فهم القضية أنت بوضيف راه رايح نزيدون فهمه من خلالها أمور وحد أخرى لفيما بعد الناس تعرف ما الذي لحق بالجزائر تفضل الأخ في القطر شكرا لأن هذه هي لأن محمد بوضيف ما هوش بابات ناصر بوضيف هو بابات كل الجزائريين وكامل نساله في الدم الذي يسير في الجزائر ولازم نعرف الحقيقة لأن الحقيقة هي تكشف حقيقة ثانية وهي رايحة ومن ثم الأمور تكون واضحة للشعب الجزائري وما نديرو نفس الأخطاء مستقبلا إذن هذه هي الطريقة التي يستعملوها فراح هارون راح لبوضيف في المغرب قنعوا كذلك قنعوا عن طريق الزوجان وفقراته لأنه إنسان وطني كان يتبع في شؤون الجزائرية كان يتبع في شؤون الجزائر لحظة بلحظة كما رأنا نتابع الوضع في الجزائر لحظة بلحظة فذكراته فذكراته وقتله كنت تقول إذا الجزائر يعني احتجتني فإنني ألب النداء فهذه الآن يعني الجزائر يعني بين قوسين الجماعة اللي انقلبت على الشعب والإرادة الشعبية هي اللي يعني ما تشوفش من أنه الملك نتاع المغرب أنا ذاك الحسن ثاني عنده يد في إقناعه ممكن مثلا ممكن هذا هذا احتمال هذا احتمال يبقى احتمال بالنسبة لنا لأنه معنى معطيات ما تشوفش باللي فرانسوان ممكن ثاني تصل به لا أدري ولكن الملك الحسن ثاني احتمال كبير لأن من خلال الشهادات لقريناها قال بأن كان راضي أو بن بلا بن بلا مثلا ما عنديش معطيات في المجل هذا أخويا أخويا نردين ولكن استعملوه ما استعملوا كل الطرق لأن كما قال ناصر بوضياف قال لك لما علي هارون في المغرب باش يطنع بوضياف ويرحموا باش يجي الجزائر ويعطي لهم هذه الشرعية الثورية كانوا شادين الأنفاس تحم في الجزائر الزار محمد تواتي جنيزيا هذا التوفيق هذا الجنرال التوفيق المقال والمستقيل هذا كانوا شادين الأنفاس تحم لأن ما كانش عندهم ديكارت في ديهم إلا ديكارت بتاع محمد بوضياف ربي يرحمه هذا هو والله نعم شكرا أخي عبدالقادر فيما يتعلق بهذا النقطة في اعتقادي دقيقة يرحم ولي أوردين هاتفضل أنا برك ما تكمل ثلاثة حكيتها لديك معلومات كثير منها وعلى بك شوف أنا برك باقي من بير التساؤس صغير برك وكان يمثل شريحة كبيرة من الوطنيين إذا صح التعبير والمجاهدين أخي عيسر أشكت أسكت علي كافي كان عنده دور هذا هو أفركم شوف نقول لك فيما يتعلق ب علي كافي لا شك هو أنه يكون على باله بالموضوع سيما هو أنه كان رئيس المنظمة المجاهدين هذا أمر مفروغ منه ولكن قضية تأثير تأثير حاجة أخرى هذا موش إنسان قال مثلا قال روح نعطي لك فيلا ويجي هو يقبل يجي يقبل هذا راه هو من خلال الاعترافات ومن خلال الاعترافات نتاع الناس قياديين في الثورة هو أنه عرضت عليه هذه المسألة في البداية نتاع الاستقلال بحيث هو أنه تصل به بومدين عن طريق كذا تصل به ورحوا له من أجل علاج البش يعرضوا عليه على أجل الرئاسة وهو رفض كيفش هو يقبل ذرك هو في 92 علاج البش هو يجي رئيس والدولة رأىها قطعة أشواط بحيث هو أنه رأىه وصار فيه دستور وصار فيه مشل الشعبي وطني وصار فيه انتخابات ويجي هو يقبل علاج البش تلغى الانتخابات مباشرة والناس يروحوا للسجون والمعتقالات ويعدمون ويعذبون ويجي هو رئيس هذا ما نقدرش نقوله بلي مجاهد لما يكون هو يقبل بهذا المستوى هذا وأنا لا أعتقد من أنه هو قبل بهذا القضية هكذاك هو لا شك هو أنه استعملوا جميع الوسائل على جلب شوما يقنعوه جميع الوسائل استعملوه وأعتقد من أنه دور الأساسي في البداية هو كان للمخابرات مخابرات هما طرحوا البدائل قال في حل تماء هذه مش أنت عن الزار هذه مخابرات مخابرات عنده مناس وصلين طرحوهم البدائل قال مثلا نلغي الانتخابات واش نديرو قال نهزو القيادة نتال فيس ونحطوهم في الحبس ومن بعد كذا نستعملوا الإعلام نستعملوا كذا نستعملوا كذا عندنا فرنسا عندنا تونس عندنا المغرب عندنا كذا نتفقوا معهم نتلقوا مع وزراء الداخلية ونديرو 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 عندهم بدائل قال في حالة ما هو شي سراء واش نديرو عندهم بدائل ذركهما لما ركزوا على الشخصية هذه رهم درسوها مش غير هاكذا كبار كما راهم يحكيوا نحنا ذرك قال واسموا عليها وقال واش رأيكم في نزار يلا هزوها هما سخونة هذه تسمى شغل الناس صراحة تمشي بالصدفة تمشي بالنزوات هذي الانسان اللي يمشي بالنزوات ما يقدرش هو يستمر هذي المدة كامل هذا راهوا جهاز جهاز متمكن من خلال الناس متمكنين ناس محللين نفسانيين ناس محللين سياسيين ناس اعلاميين عندهم عندهم ناس راههم شياطين شياطين في 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 صورة انت ادمية واش بيك فالذورة ما مش للسهلين هما ذوكى لما وقع الاختيار على بوذيف استعملوا الوسائل هما باش يأثروا على بوذيف هذا راهوا انسان قائد في الثورة يدورولو بصحابه اللي كانوا معاه صحابه اللي كانوا معاه في الطفولة صحابه اللي قدرهم يأثروا عليه وراحوا ليهم واش مباشرة قال في 92 قال الروح جينا رئيس هذ المسألة هي راه مطبخوها لو بدات مباشرة بعد النجاح نتاع الجبهة الإسلامية تصلوا به هما في البداية تصلوا به على جلبش يرجع البلاد كانت هكذا الانطلاقة على جلبش هما قال لودي انت راك في وقت من الأوقات ظلمت وأهنت وهمشت وكذا 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 ونحن نشوف في كراك بقيت واحد من الناس المخلصين واحد من الناس اللي عندهم مبادئ واحد من الناس اللي ما بدلوش وما غيروش وما استفادوش وما قبلوش مسؤوليات ياسيدي حنا رواح ما لكش حب كان ما حبيش تدير حزب الله يا سيدي ارواح حذرها بلادك راها انت راك من الناس اللي يحروا ها كيف انت تقعد في المغرب و يطيب لك المقام وتخلي الجزائر اللي انت نظلت من أجلها وحررت وارواح تروح لبلاد سيدي وانحنا اعتبرنا رانا الخدم من تاك ولما بينهم هذا جماع اسماعي العماري بالاتفاق مع الكلان يقنعوه هما يطرحوله هذه المسألة هذه قبل قبل من بعد هذه انت انه راحوا لي على جلبش الرئيس هذه راجت في مرحلة اخرى هما في البداية كانت الارضية هذيك موجودة عنده تسمى راحوا مرحولية من قبل ومن بعد على جلبش هما يخليوله هذك العام لانت الوقت وساع ساع يبعثوله ناس يبعثوله واحد من ابناء المجاهدين يبعثوله واحد من ابناء الشهداء يسلكوله طيارة وقلسي محمد وانحنا ورانا مستعدين باش ندير للك حزب وارواح واندير للك حزب وانحنا رانا شعبية وانحنا رانا كذا وانحنا المجاهدين الى غير ذلك وبعض المجاهدين اللي كانوا معاه يخدموا مع المخابرات راحوا هما كلهم كل مرة يبعثوله واحد قال 15 يوم 20 يوم شهر يبعثوله واحد على جلب يروح ليه ويدي لهم تقرير وربع مر كانوا حتى يسجلوله في الكلام متاع وهو ما على بالوش هما يروحوا ليه على اساس انهم زوار يتبركوا به قال احنا راك انت واحد من الاعمدة واحد من الزعامة واحد كذا احنا راها الجزائر محتاجت كيفاش انت تخلي الحركة وكيفاش انت تخلي فرنسا وكيفاش كذا من بين ماذا واحد يظن وطوله يحكي للضباط فرنسا وما يستعملوا فيه المخابرات استعملوا فيه علاج البش حتى صنعوا هذه القابلية عنده فيما بعد هذه قضية المرأة وقضية العائلة وما استعملوها استعملوها لكن هذه جات فيه مرحلة ربما فيما بعد المهم هو ما هي قوله هذا الوسم ما بدأت في 92 هذه راها 92 هي النتيجة النتيجة لحق لها هو نهار للاحقول هذا القاضية باللي الجزائر راها في خطر وبللي الجزائر راها ماشية الحرب اهلية وبللي الجزائر راها خلات هو خلاص هو يقول لك أنا أنا علش أنا حاربت أنا علش ساهمت في تخرج فرنسا خلي أنا بلادي ذرك ونخلي أنا شعبي على جلب اش أنا تروح لبلاد تنفجر نجي وخلي اللي يكون يكون هو لما وصلوا له هذا القناعة هو وصلوا له هذه القناعة هو المنقذ عن أرجو موش منقذ هو لما وصلوا له هذه القناعة انت ذرك يجي وليك شوف انت ذرك رك قاعد في فرنسا وقاعد في كندا ولا في امريكا ولا في افو اسم انت راها ذرك انت في نفسك ما عندك هذي المسألة السلطة ولا انت حب السلطة ما عندك شاديك في رأسك خلاص لكن انت لما تشوف انت بلادك غارقة في الدماء وغارقة في الدموع وغارقة في التخلف وبي امكانك انت لما انت توصل للرئاسة هو انك قال انت هما في اللول هما مي بوك لهش هما مش يمن اللول قال مثلا قال ارواح بس عنت الجيش ما تدخلش فيه وارواح بس عنت الدستور ما تدخلش فيه وارواح بس عنت البرلمان ما تدخلش فيه لا هما يعطي ولو صالحية كلها تارك رأس كامل صالحيات هما يقنعوه باللي الجزائر في خطر البلاد راح تنفجر وخلاص تارك تعتبر واحد من البيليات من الاركان انت على هذه الجزائر هذي واحد من الناس اللي ما شركوش فيه الدماء وفيه الدموع وفيه كذا وفيه كذا واحد من الناس اللي تهمش واحد من الناس اللي ظلم والجزائر اليوم راح تناديك هو يجي لابراف هو انه اكشفت انه يستقبلوه يستقبلوه بالدقلة والحليب ومن بعد غضروه غضروه الناس اللي جابوه من ملود الان نظرك بعد ما مشينا في هذا النقاش هذا بوظيف وش كان يحب يدير هذا سؤال كبير عني هذا حكولي حال ما نقدر ما 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 نكونش في الزهر وما نتابع يعني الحوار تتاعه الانترنت ما كان يعني بني طاق أوس أكيم اليوم ما كنش نتابع واللي عثرت عليه يعني في السنوات الأخيرة هو كان يخلق إجماع وطني يدير مثلا يوحد 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 يدير جبه يوحد فيها الشعب الجزائري ويدير عقد وطني ويتفهم يجيب قعل يعني يجيب كل يعني كما قلو كوادر ولقاء الفئات المثقفة يجيب هنجا ويدير مثلا يعني مؤتمر تحسيسي هكذا يعني الشكل هذي ويخرج بوفاق ويعني تكون يعني كنقص بداية هذا الذي هو كان يصب إلي وفي الحقيقة هذي اعتقالات أنا ما نظن باللي هو يعني كانت هو اللي حبي يفتح هذا يعني أنا ما نظن كان لأن نعرف باللي كان واحد النقطة أنا حبي تنتكار هو طرمو شوق يقول بلي بطيئة خيدان تفضل في الحضور شب الزائر بطيئة صوت صوت منتكار يا الأخ منتكار راهم ما زال الصوت ليس واضح أنا رأي 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 نعم تفضل قلت لك أن هناك فطرة بوضيا ترك الحكم ومشاد المغرب ورأي فطرة يقال هكذا نعم أنه هو رأي إلى جل إرسنت لا هذا ما قيل لا هو لي أكد هالشي أنا قرأت شهادة بعض الضباط خاصة في موقع موقع الضباط يقول في الفطرة هذه كان كان عمل مشترك مكثف ما بين هو وقصد مرباح لأن قصد مرباح والذي أعطاها الممكن في حولها يعني يعني إفجار المخابرات وكانت المهمة تحمل هي جمع المعلومات حول أرصيدة كل الناس اللي عندهم يد يعني متورطين في الفساد ولما يذهب أي ضابط ضابط سامي يذهب في مهمة لما يعود إلى الجزائر يقتلوا وهذا كان مؤشر هو شغل زعج يعني من هذا الغتيال الثاني ما هيش حاجة فحس حسب اللي يعني حسب اللي كان يعني يغضر به حسب اللي أنه كان خضره فوق عشاكي مغول فلهذا شغل طب طبط طبط وعرف باللي كانت أشياء تطبخ ونظن باللي هو في يعني في نفس سيتعوم أدك باللي باللي ناريون اللي قبل فيها السلطة في الجزائر هناك كالكارير هناك ونشي عرف عرف شيء في الجزائر حتى هناك صوت انتعك للأسف يتقطع حاول أنك تكون في مكان هكذا اللي فيه الصوت يتقطع ربما عندك ميكروفون ولا تستعمل فيه لا 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 نعم كيف لا 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 مقاطع صوت لا 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 حاول أن تخرج ونرى ربما يصلح نعم لأ نعم أحسن كان قلت حتى عمل الاغتيال التي قد تركها من بعد ولكن صبق أحداث التي لديها قيبات بالسلوكية المرحوم بوضياف كانت هناك محاولة اغتيال أولى قبل محاولة عنابة يقال أنها في جامعة الكبيرة وعندما علموه بعض ضباط قالوا بعض ضباط يعني يعني اكتشفوا المؤامرة ففشلت وبنلغوه قالوا له كانت مؤامرة لكي اغتالوا في هداك اليوم هو طرد أمضاء على وقف يعني مهمته عماري وقفوا من العمل لأن لي كان حاكم عماري كان قائد القوات البرية وقائد القوات البرية نعم نعم منسي فله كنت تم اكون أحاله يعني كان قائد القوات البرية ثم كانت المحاولة الثانية التي كانت المحاولة فهو الموضوع الذي كان يحبه لنا هو أكيد أنه كان إنسان مخلص لأنه لا يستطيع أن يشك في الإخلاصته يعني يستطيع أنه لا يستطيع أن يشك في أي جزائري إلا أنه لا يستطيع أن يستطيع أن يطعن في وطنية محمد ولياث الله رحمه ولياث إخلاص ستعب الجزائري أنا كان إنسان يحب الجزائري مثل ذلك. ولكن كنا حكموا الأمر هذا كنا حكموا المسألة من ناحية العملية أخطأ ماذا أخطأ بسبب بسيط جداً. خلينا من هذه هو وش كان حبي يدير؟ إيه دك هو كان حبي يدير. أنا قلت لك هو كان حبي يجبع الجزائري على كلمة واحدة. كان حبي يدير وفاق وطني يدير شغل الامباكت ناتيونال هذا يسبب لهم خطر؟ أكيد 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 هم لم يجبون لماذا نطرح في هذا السؤال لأن الأشياء هذا ليس مقنع لقتله لا اسمح لي هو المشكل أكيد أكيد يجوه المعلومات حتى يتكلمها وسمعها في لغة زائرين وفي لغة زائرين قالوا يانس يتعلموني المافيا لريحة في البلد هذا الأمر ماذا تتكلمون لا يزعزعهم يبدأ يبحثون في العاملية هذه كانت شركة قصد المرباح دخل في عامل مشترك مع قصد المرباح لرصد كل العمليات التي كانت مشبوها يعني اختلاسات وما يشبه ذلك فهما حسوا بالخطر هما جابوه جابوه لمهمة ينفذوها كما ذكروا الإخوة وهي يعني مسح كما يقولوا مسح في الخارطة السياسية حبوا يمسحوا الجبهة الإسلامية أو قلوا بالآخرى حبوا يمسحوا الإرادة الشعبية يعني الشعب هذا حبوا ينحيوه خلاص يعني وما يعني يعني كيجابوه يعني بوذياف ما روش لأنه مثلا يعني في عيون جيريين يقولوا لأن الجزائريين أناداد يعني خاصة للشابات ما كانوا يعرفوا التاريخ تعمى بوذياف ما كانوا يعرفوا بوذياف أصلا صدقني وما داروا لي عندهم كانوا هما يخموا على الرأي العالمي أكثر من الرأي الداخلي و هذا بدليل أن أقول انتهايا ما كانوا يداروا كمال الشعب ما كانوا يحتاقم الشعب يجيبوهذا ينحوهذا يداروهذا هما هما يعني سندهم الرأي العالمي ومعروف عالمياً معروف في فرنسا في تونس في المغرب معروف في إسبانيا معروف يعني إنسان باطني معروف لتاريخ يعني معروف ولهذا هو ما كانش يهمهم الشعب الجزائري جابوا لخطة كانت بدروسة يعني كما قلت انت يا مايشدو كان ما نحكمش أنا شهادة تعخل وحد كما خلد نظر هذا نظر هذا كان ما هذا الكلام بتاعه هرا يعني طرهات كما قلت انت يا هناك يعني مجموعة مجموعة انتليجنسية عن الناس اللي كانت تفكر تفكر ولكن كان يجوا من مدد من خارج أكيد مدد قل ما يعني قل فرنسي قل حتى مخابرات مغربية كانوا يعني يخدموا بشاركة مع المخابرات التونسية كان هناك يعني مخطط جهنمي كانت راح تقود الجزائر إلى ما وصلت إليه هذا هو ما عندي ما قلت نعم شكرا الأخ مولود تفضل أهاب القادر في نفس النقطة شكرا أخي نوردين وشكرا الأخ مولود كذلك هي يشوف كين نقطة نقطة واحدة نقطة حبيت نذكرها وهي أن سيد محمد بوذياف ربي يرحمه كان مغيب تماما يعني متلثة وستين عندما إتقاني من قرأتها نحن لم نسمعه وان جميعا نقرأ نجمي صفر نحن محمد بوذياف نعم كان مغيب تماما مغيب تماما ولذلك نتذكر كانوا درسنا واحد تاريخ في المتوسط واحد وقت يقولنا نرى نقرر فيكم في تاريخ غالط يجب أن تحوسوا على التاريخ الصحيح هو الذي كان يدرسنا التاريخ يعطينا ميساج يوسطنا واحد يقولنا هذا التاريخ مقرر يعني النسبة كبيرة كان تاريخ يعني ما هو هو التاريخ الصحيح كان يوجهنا ويقولنا لازم تتبحت وتتبحت فتصوروا يعني بوذياف رحمه الله كان مغيب حوالي ثلاثين سنة نتذكرنا لما جابوا من بلّه الله يرحمه جاب من بلّه سمعنا في ذاك الوقت بدنا نسمعه ونقرأه إذا تذكر الأخ نوردين إذا تكون مطالع للصحافة في ذاك الوقت بدنا نسمعه بوذياف خرج الاسم وهذا يؤيد وشاك قلت انتبلي كان تحضير كان تحضير يعني كان تحضير لهذا الشخصية مع لباليش من بداية الجبل الإسلامي الإنقاذ لما نجحت في الانتخابات داروا قرار وهو إجهاض هذا المشروع فبرزت على الساحة الساحة الصحافة وكذا الاسم انت محمد بوذياف فالتحضير كما قلت انت كان قديم ما كانش كما كما سمعنا نظار أفلاقه وهدروا هارون قال الكلمة تعبوذياف ومن بعد رحبه نظار لا هذي من جهة ومن جهة ثانية ما ننسوش الزيارة السرية سيد محمد بوذياف إلى الجزائر كانت كانت زيارة سرية من المغرب إلى الجزائر قبل الزيارة الرسمية لا لهذاك أمر عادي هذاك أمر عادي أمر عادي هو ربما لا يعلن اسمح لي اسمح لي هذه مسألة هذه أمر عادي هذه مشي لأنه كان أشياء التي تجرى في الفوق في الدولة وكان أشياء ما يعنوش عليها مش بالضرورة كل حاجة هو أنه يعنو عليها في وسائل الإعلام أنت ذوك من المنطقي جدا هو أنه ذوك انتهى ذراه رئيس رحيني هما يديروه إلى رئيس وقبل بالمهمة وبالتالي هما على جلبه هما يطمأنوه يجي في سيارة خاصة وجدوا لهما هذه سمعناها من خلال شهادة انتهى ابنه هو أنه جاء وجدوا لهما الناس قال انتهى ابناء الشهادة قال انتهى منظمة انتهى المجاهدين قال اتحاد العام للعمل الجزائريين منظمات حتى باشي يطمأنوه باللي راه المسألة ماهيش فقط انتهى جنرالات هذا هو الهدف منها حتى باشي يقولولوه باللي راه الشعب معاك ماهيش كما تسمع في بعض وسائل الإعلام باللي راه ندرنا انقلاب وكذا هذي راهها ضرورة راه الشعب واللي دارها صحيح تلاقى بشخصيات كثيرة يعني في هذيك الـ 48 ساعة اللي جاها في زيارة السجرية للجزائر السؤال تاعك وش يعني النقطة اللي وصلنا لها وش عليش قبل بوضياف بالرئاسة وش نواه وش كان حبي ديري وش كان حبي ديري لماذا؟ هلش أنا طرحت سؤال هذا؟ سؤال منهجي لماذا؟ لأنه فيما بعد هو قتل وقتل له سبب وش هو الشي اللي كان هو حبي ديره هذك السبب اللي هو قتله به؟ سؤال منهجي شوف هو الإجابة العامة الإجابة العامة هو كان حبي خرج الجزائر من اللاشرعية هذيك إلى الشرعية هذا إذا حبينا نقوله الجواب السياسي ولا يعني النظرة السياسية ولكن منطقياً منطقياً هتفضل هليني نكملهم بعد نعم هتفضل فالنظرة السياسية اللي إحنا يعني كسياسيين ولا كمتابعين المجال السياسي الجزائر نظراً للظروف نظراً للخطاب العنفي نتعى الجبل الإسلامي الإنقاذ نظراً للممارسات اللي كانت في الشوارع في المساجد في كذا ونظراً للجهة الثانية كذلك الإقصائيين اللي كانوا في الجهة نتعى الجهة الثانية فكان واحد الجو تحرنا راحل حرب أهلية لما كنا راحل حرب أهلية لديسيدور والناس اللي يقروا باش يحبسوا هذك المشروع هذك وينقلبوا على العرادة الشعبية إلى غير ذلك سقطوا الجزائر في لا شرعية ما في أي حاجة شرعي ذاك الوقت لا رئيس لا برلمان لا دستور لا بلدية لا ولاية ما في شيء فلما جابوا بوظياف بوظياف كان حاب ينتقل من هذك اللا شرعية لا شرعية المؤسسات إلى شرعية شرعية شعبية كان هو حاب يدير حزب وكان يحاب يروح الانتخابات ومن بعد نبنو الجزائر بناء صحيح نبدأوه بشرعية شعبية لأن الجزائر غرقت في الشرعية الثورية وشرعية العسكر فكان هو يحلم باش الجزائر تروح إلى شرعية شعبية هذه النظرة السياسية أما السبب الأسباب الرئيسية اللي أدات لهذه الناس اللي جابوه باش يديسيدوا باش يقتلوه هو أنه بدأ يخرب فيهم بدأ يخرب في هذك الجماعة اللي كانت على رأس الدولة الجزائرية واللي دخلت الجزائر إلى كدنا أن رحنا إلى مأساة رحنا إلى حرب أهلية ولكن كانت الجزائر ممكن حتى تنقسم تتقسم جغرافيا وكل شيء فهو ربي يرحمه بدأ ينظف البيت من الداخل ودار يدوه في يد وش يسموه قصد مرباح ربي يرحمه كذلك قصد مرباح والجنرال سعيدي فوذيل وكثير من الناس الشرافاء ولا الناس اللي كانوا يخدموا صح بحق الجزائر فهو بدأ يخرب وحسب اللي كان كل الناس بتورطوا هذا الناس نظر، هذا تواتي، هذا زيل الجماعة هذه كلها متورطين متورطين وش يسموه العربي بالخير فهو كان حبي ينظف البيت من الداخل وهذا هو الامر الأساسي اللي خلى هذه الجماعة تنقلب عليه ونعرفه من خلال الندوات اللي قدرتها انت يا مع ابنه ولا في أمور أخرى شفنا انه بعث جماعة إلى فرنسا باش يديروا الانفرسيكاسيون حابوا يديروا على الاليكونت انتواحم والليبيان انتواحم اللي كانت في فرنسا وفي سويسرا أو غير ذلك فكان عنده نية انه كان يطهر الجزائر يطهر الجزائر من هذا السراقين من هذا اللي استباح أموال الشعب استباحوا المال العام وكان كذلك حابي إعادة القضية بالوصيف ونعرفوا بلي قضية بالوصيف كانت قضية يعني يعني مفبركة من طرف بالخير فحبي يعني إعادة النظر في ملفات ثقيلة هذه من جهة ومن جهة ثانية كذلك الخط الأحمر اللي حبي لوصليه هي قضية الصحة الغربية فهو كان كان ناوي وكان مقتنع بالمشروع المغاربي لأنه كان هو من مفجري الثورة والثورة من من الأهداف تها هو توحيد توحيد المغرب نكون في دولة واحدة مغاربية فهو لما عرفوا اللي كانت النية نتاعه بأنه كان يسعى إلى حل المشكل في الصحراء الغربية هذه كذلك من الأمور اللي خلاتهم يقروا بالقتن تاعه يعني مهما يكون هذا ونخليك نعم شكرا تفضل لها عيسى أنا المهمة على حزب كي جاذعت أنا نشوف نيتو هو أول شي هو وأنا على حزب رأي إياه شكت وأنا والفيديو اللي دار على كل الوقت أنه ينشطوا الحزب الشعب وكأنهم راح يقضيوا على الله فعلاً على كل وقت هذا اللي لاحظنا على كل وقت وثاني كيفاش حزب الشعب؟ حزب الشعب كيف حزب الشعب يا إياه هو وراه خرج من حزب الشعب ودار المنظمة السرقة دار من الناس اللي اللي تسمى هو وراه خرج من حزب الشعب وراهم داروا هذي كل لجنان تعثورها وهي معاك بالصح الترويج اللي داروا هنا يجابوه يحضروا غير على حزب الشعب على نوردين وماكشتشفه بالتليفيزيون الجزاري كانوا قد كسروا النار يصلنا بحزب الشعب وهو دار فيديو أنا شفتها بأي سمعتها أنا مو حكاولي والله كان يحكي يحكي على الزعمة من بينهم تاببيل قلت اي تحمد بالك بعتوله وهو كريتيكا اي تحمد في هذا الفيديو يقول اي تحمد بمبلا انه انه هذا بمبلا يعطى المثال هذا نشفي عليه كيما اليوم قالوا في النهار حمامة وفي الليل كيف يسميوها الخفاش قالوا يشتي الزعمة بمبلا يشتي الزعمة ليه الناتجة وعلى بو مدين قالوا حتى المتافيق معه ولكن هو وطني يحب الجزائر قالها هو بهمه في فيديو المهم هو واجهة انه محاربة الفساد ثاني بعثوا له برية كما سمعنا بعتها له حشاني وشرح له فيها وكل وثالث شيء انه لما اعطاه الدواسة قاضي مرباح قاضي مرباح انه تقريبا اكتشف انه انه الناس اعطوه نظر اخرى على الشي اللي يسرع وحاولك شميه ما نعرف راح يتحاور ما نعرف راح يتحاور ما نعرف راح يجيب شمع تلبيس راح يدير خرجة اخرى المهم لما كنا نعرف ما هو اللي كان نوع عليه لكن الشي اللي شفناه اللي بدأ به هو محاربة الفساد وبدأنا هذا بالحاجب بتاع السحراء بتاع المارفورو والدخان هنا وهناك الكلمة اللي قالها هذه الحساب هدرت شوشانا لما اعطاوله الدوسي بتاع انه كابتان في الجيش راح يدير انقلاب على مؤسسات الدولة عايت المسؤول بتاعه وخرجوا هذه النقطة اللي خرج بها اللي قرر فيها انه يقضع العماري يخرجوا من الجيش وبعد ما عقتلوه رجعوه العماري المهم هو كانت عنده كانت عنده انه بغي يدير وفاق وطني في ذلك هذا انه يجمع كل الفصائل ويحوش يتشاهد معاهم حتى ويعودوا الانتخابات تظروا على حسب ماظه لكن هما كما شكوا في الفساد باللي راح يبدأ بالفساد ذلك راح يصل لنا واحد واحد وخاصة لما بدأ بالعمار هذا هو رأي الأخ نور فيه نعم شكرا الأخ عيساء المهم نزيد أنا ربما بعض النقاط اللي ربما ما طرقتوش ليها وماذا بيا إذا كان إخواء آخرين رام يسمعوا فينا وعندهم معلومات ما يتعلق بهذا الميل فهذا ماذا بيه ما نجلبه شي نورونا شي اللي يعلب لي بيه هو أنه لازمنا نذكر بعضنا البعض من أنه بوذياف هو لم يكن رئيس التعجمهورية منتخب وإنما جابوه في الظروف اللي حكينا عليها ولما جابوهما كانوا في تلك المرحلة كانوا في مجموعة ما كانش وحده كانوا في مجموعة اللي كان معهم هو علي كفي وكان معهم هذا تيجانيها الدام وكان معهم علي هارون وكان معهم نظار كانوا في مجموعة بمعنى هو أنه كانوا يتناقشوا على الطابلة في مواضيع هو كان هو كشغل ناطق رسمي يعني هما لما يتناقشوا في مسألة يتفقوا عليها من بعد هو هو راه و هو دارينه رئيس المجلس الأعلى للدولة جروب هذاك الشي اللي يعني هكذا على بالي به هو أنه بوذياف كان يحمل أفكار ولوما كان يحمل أفكار ما كان هو أنه يخرج من حزب الشعب ويتمرد إليه ويتمرد على مصالي الحاج ويروح هو ومجموعة آخرين يفجروا الثورة هو كان يحمل أفكار بالتالي بعد الثورة لما انت دير ثورة كي انا أشياء انترك تطمح على جلبه كي تتحققها درك هو في المرحلة هذه التي سجنا من طرف بنبلها ومن بعد هو خرج راح للمغرب لما أعطيت له الفرصة من جديد الأفكار اللي كانت راها موجودة عنده كان ربما منها من اللي راه و راح يطبقها كان أشياء اللي ربما تجاوزها الزمن من خلال هو أنه ربما كان الناس اللي داروها قبله لأنه كان بعيد أكثر من خمسة وعشرين سنة في المغرب كان أشياء في الفطرة هذه ربما راها اندارت قال مثلا مع البليش أنا قال طرقات قال مثلا مستشفيات قال جامعات كان أشياء اللي اندارت ما لازمش الإنسان هو أنه يبقى قال في الفطرة هذه انتعها ثنين وستين كان أشياء اللي راها جاوزته كان أشياء اللي هو كان يحملها لما جاء اصطدم بها هما في البداية كيف ما أسبق لي هو أنه قلت قلت بالي أنا راحوا لعبولوا الوطر هذا انتع الوطنية وجابوا له ناس وطنيين لأنه هذا المجموعة هذو انتع الكابرانات هذو اللي نقولوا احنا الجنيرات انتع في رنسا otics هو كيف يحveyن ما كان نعرف له وكان في السجن طيلة الثورة طيلة الثورة هو في السجن يعني من اللي يخطفوهم وهو داخل السجن لما خرج هو من السجن خرج في الاستقلال مباشرة هو انه سجنوه وخرج هو شحال قعد عام عام في الجزائر من بعد هو لما خرج خرج راح للمغرب كان منقاطع منقاطع هو يتبع في الجزائر يتبعها عن طريق الاخبار ربما الناس اللي يجيوا ليه يجيوا ليه هكذا كيزوروه يعني يتبركوا به والله يتشاوروا معه لكن فيما بعد لما حاولوا على جلبشهم يقنعوه بعثولوا الناس هذوك اللي يخدموا معهم يخدموا معهم ورقحنا اللي هنا هو را هو جاء جاء من خلال الشهادة انت ابنو قال باللي هو في اليوم الاول لما جاء اول حاجة اللي هو استضموا بها قاضية نتاع الخطاب وجد خطاب وما حبوه يديروا له خطاب واحد اخر هذي اول حاجة بمعنى هو انه را هو اكتشف باللي هذو الناس را هم راحين يستعملوه وبدأ هو يدير في قرارات قرارات نقدرون نسميها ارتجالية قرارات هو قال مثلا تعبهم تعبهم في بعض الاشياء هو انه جاء بنسيبه حطه ثم مستشار تعو ودار بعض القرارات واللي يجيب هو في الناس اللي كانوا معاه في اثناء الثورة قربهم له وما يعرفش هو ناس من هذو الجنيراسيون جديدة وبدأ هو يستعين بناس لانه كان الناس اللي تصلوا به من بينهم هذا قصد مرباح قصد مرباح هو يشكل خطر على النزار واللي اجمع انتعو لانه قصد مرباح قصد مرباح راهو كان في الجهاز انتعى المخابرات وعنده الملفات ويعرف هذه المسائل كلها والجزائر في تلك المرحلة كانت تعاني اقتصاديا ذرك هو الخطر اللي هو هذا نشوف هنا هكذا الخطر اللي هو يعني واجهه هو لما فكر على جلباش يتخلص من هذو الناس هذي القناعة نتاعي ويجي النهار لي اكدها هو يكون رايح يتخلص منهم من هذا النزار والتوفيق والجماعة انتاعهم العماري محمد والعماري هذيك سماعي والجماعة هذو عربي بالخير وتواتي وكذا هذي هي هو كان حاب يتخلص منهم بعد ما عرف باللي الامور لما اتصل به قصد مرباح واعطالوا بعض الاشياء وفهموا في بعض المواضيع هو بحكم هو انه راه عنده هذيك الشرعية انتاع الثورية وبيحكم هو انه راه عنده علاقات مع ناس اللي هما استعملوهم من بينهما ذوك تاع ابناء المجاهدين وابناء الشهداء ولكن نحن لا نشوف الوطني انتاعهم هما استعملوهم ما نش عارفه نكذا هو راه موش فهم باللي راه مستعملوا فيه حركة استعملوا فيه دونك هما لما شعروا بالخطر باللي راه ورأيه يستهدفهم اعطاولوا الحس هذي هي هو راه وكان نوردين بالصح الضوء الاخضر اللي شافوه لديان الدليل هو لما قضع العماري يتم ما عرفوه باللي راح يبدأ بهم كيفاش قضع العماري ينحن عماري السن ما عرفوه باللي ترتح امره جاي واحد واحد هذا على رأيينا يا هو شوف قلتلك انا هذي هي هو لما جاء هو جاء حب ما دام راهم هو ما ذرك يقنعوه واقتنع باللي يجي رئيس هو يجي رئيس كامل الصلاحية مش يجي رئيس ومن بعد انتا لما يجي يقرأ خطاب تقول له لا لا هذا خاطيك هذا هو الخطاب بنتا احنا وقل كذا وقل كذا وصحح كيفما كان يقول لك النهار نظار الاشياء ذلي يكتبوا له الاستقالة والدوهة له صحح تهي حاجة تحب تزيدها ولا حاجة تحب تتنحها وقال قدر الاستقالة هو حب يكون رئيس كامل الصلاحية خطاب بتاعه هو اللي يكتبوا بشي تكتب له تقول له انتا زيد ونقص بالتالي يدرك هو لما يكون رئيس كامل الصلاحية يقول لي هو عنده الصلاحية انتا التعيين عنده الصلاحية انتا الاقالة عنده الصلاحية انتا اقتراح مشاريع عنده الصلاحية انتا تطوير انتا اكذا انتا اكذا كانت عنده هو ربما افكار عنده ناس رح يتصل بهم يجي بناس واحد اخرين اللي هما ما يخدموش معهم إذا كنت لما يجيب لك مثلا قصد مرباح وفيما بعد هو يعين لك قصد مرباح يحكم المخابرات في بلاس التوفيق وينحيلك هو نزار ويجيب لك زروال مثلا حطولك هو وزير دفاع هذه الجماعة حسوا بالخطر لما حسوا بالخطر ندقوا فيه هذه هي ويجي النهار ويأكدها هذه أنا في رأيي الآن الأسباب هذه اللي رأيها أدات للمقتل هذه هي لما نعرفه إحنا وش كونه وش رأيه كان ينوي الفعل فيما بعد مباشرة جي كنت الأسباب الأسباب من بين الأسباب هذه هي هو أنه كان حب على جل بش يكون رئيس كامل الصلاحية وفهم باللي حبوا يستعملوه ومن بعد هو بدأ راح يأخذ قرارات دليل في ذلك دليل في ذلك أن راني شافي لها كما الآن كان في عينتي موشنت وقال في التسجيل راني شافي له كما يضرق التسجيل جابوه في التلفزاء لأنه في تلك المراحلة ما كانش موجودة القانون التلفزائية كيف مراها الآن والموقع أنت على الانترنت وكذا كانت التلفزة الوحيدة قال باللي الزيارات اللي راه كان هو يدير فيها زيارات هذيك الميدانية راه هاري حتى تتوقف لأنه الوضع كان وضع أمني مش مليح ومباشرة راه قال باللي هوا راح لعنابة أنه هوا راح وكين واحد من العائلة ما زالوا حي قتلوا والله غير غدوة يقتلوه في عنابة راني ديجا قلتها في برنامج سابق ونستطيع عود انكرارها وموشي قال معلومات والله تحليل قتلوا والله غير غدوة يقتلوه وقاسة من بيلا هاني قلتها والشخص راه ما زالوا حي والله العظيم غير طلعت للنشرة اللي كنت في البحيرة عنا بحيرة ثم توالدار كنت نخدم فيها والله غير طلعت وعندي يقين باللي باللي خلاص راح ينصفيوه في عنابة سمعت النشرة سمعت باللي نعم احنا اسمعنا ثاني اذاك الخبر بأن عندك شوية تشوى خير منها نسمعنا ذاك الوقت ثاني انه داروا له عملية تسمم في عين تموشن وما نجحة عملية تسمم راح يقول له بالسم ولا برصاص لواله يأكل حاجة يموت تربح بالصح ما سأل هاتش يقالي هذا الله اعلم ما هكي يقوله الله اعلم انا نحكي على الشي اللي على بالي به الشي اللي نعرفه فيما يتعلق بهذا المسألة أنا شخصيا كان عندي حدث كان عندي حدث قاوي كنت هكذا مقتنع باللي غدواري حين يصفيوه و لما لحقت الحال transaction اطلعت هنا ال登ار تلعت إلى الشي اللي نسمع النشران التاع الإخبار اراني شافه لهاyan كان để قدم بالنشران المعتز بالله جلالي شافه لهاyen كان ايضا اللي قدم بالنشران واعلن الوفاة انتعوه كان هذا الاعلام وهذه هي وعنه الوفاة والأسباب الرئيسية هو هذه استهداف العصابة الحاكمة هذه اللي كانت هي فعلا هي اللي تحكم اللي هي التوفيق ونزار والعربي بالخير والتواتي والكين مجموعة من المدنيين اللي هما كانوا مستعملين هم مثلهم من بينهم هذا علي كافي من بينهم واسمه علي هارون علي كافي استعملوه استعملوه لانه كان قائد الناحية الثانية وكان قائد في الثورة وكذا استعملوه كيف كيف هذي هي عندي نقطة برك نضيفها فضل الأخامول انت شكر العاقش اللي بوضيعة الله يرحمه وسه عليه عبدان الناشاط اللي كان يخدمه وقزي مرباح كمل فيه لماذا؟ لانه نشفى لايه كنت في فرنسا لدك جاب عرضوه كانت صوري سبيسيال في قناة التالتة في فروس طروة جابوه دار لقاء تمك معه وقالها لهم وقالها لهم يعود دي كرة تسمى العبارة ايضا لهم وقالها لهم وقالها لهم اختارها على الحكومة على الحكومة بير بيريكوفوه اللي كان في ذلك الوقت وبيير بيري غوفوة أعطاه ليد يعني استجاب لذالي لأن كل البعثات اللي كان يبعثهم هذو كل ضبات سامونة هذو اللي كانوا يروحوا لفرنسا باش يجيب المال يعني المعلومات على الحسابات تعيين جنرالات وقهيدة خبار في الجيش كانوا يعطوهم يعني كانوا يعطوهم الملفات يعني بسهولة يعني أنا يعني بيري غوفوة كل في خط معهم ونشفى لما قتلوا بليها ثم بعد كانوا يرتبوا كيفاش يقتلوا قزنين راح لأن ما زالت للمهمة أنا نشوف اللي اللي اغتيالت هذوك المدد الكبير اللي كان يجيهم خاصة المعلوماتي كانت من طرف فرنسا شكون كان يقولون بلي مثلا فلان هذا يا راه جاي على الساعة الفلان ينبين المطار في الدولة كان يقتلوهم ينزلوا من المطار يمشوا شوية طاف يجيبوه هكذا يعني كانوا يقتلوهم كالغانية 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 ولما دخل بيري غوفوة في لما قضاوا عن قصد مرباح قبل ما يقضيوا عليه خلقوا مشاكل لأن اليمين فز دي خربة شرعية الحقائل في الوزارة خلقوا له مشاكل يعني بيري غوفوة كالغانية 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 ك لأنه لا يحب أن تنضيف نعم شكرا للأخ مونود لأخ عبد القادر لأن القضية تحمل المسؤولية في المأساة هل هو ألو؟ نعم خير أتفضل قبل أن ندخل النقطة هذه إذا ممكن غير في قضية الإختيال نعم متفضل أعني بعت لك خط بمعرافي شفت تجيل هذا القديم شفته قديم نعم يعني الإختيال تحمله لازم الملف هذا يعاد يعاد الطرحه يعني يعاد النظر فيه لازم يعاد لأن الدم تحمله ما زال ما زال ما زال لما يوفي الحقن تاعه ونعرفه لما يكون القاتل نعم خاصة أن بمعرافي في السجن تاعه ممكن يكون مظلوم لا ندري ذلك كأن واحد الأمور أنا سمحني برك الأخ عبد القادر أنا هكذا قناعتي قناعتي هو أن بمعرافي يكون يخدم معهم هذه قناعتي بمعرافي يكون يخدم معهم مع الجهاز هذا اللي قتل بوضياف وكان يخدم معهم راه يلعب في دور معين هذه القناعة اللي وصلت لها لأن الدفاع انتع نظار وناس يدافعوا عليه لكي يبقى حي ليس غير هكذا كبارك يأتي باطي وهذا ما يؤكد وسمعوه ناس يدندن في السلونان تاعه يقول فيها يقول لك دايما يرددها يقول فيها ظلموني هذا ابو معرافي ظلموني خدعوني وفي الحفرة حطوني ما قتلوني وما سيبوني كما وعدوني خدعوني 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 هذي كثير قال لك سمعوه يقولها في السلونان تاعه فممكن من خلال يعني الإسان لما يقرأ وانطر الكلمات انتاعه مكلف هو مكلف هو مكلف بمهمة لماذا لأنه ذركة نحن نرى امكاني الناس اللي اتصلوا بنا هو ما كانش يخدمه في الحراسة انتاع الرئاسة هو كان يخدم في جهاز واحد اخر اللي كان يشتغل فيه اسماعين العماري تاع مكافحة الجوسسة ما كانش هو يشتغل في الجهاز انتاع اللي هو يحمي الرئيس بالتالي هما اعطاولو دارولو وسمو لا كان في القوات الخاصة لا 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 كان في القوات تدخل سريع كلفوه هو كان مكلف بمهمة كلفوه بمهمة يعني ما كانت كان في المخابرات يا راجل كان يخدم معه هو كان يخدم في الوسمون سماعين هو اللي كان يشرف على هذا الجهاز اللي كان هو يشتغل فيه كلفوه بمهمة اصبرني اصبرني كاينة اشياء اللي ما ما تسمحاش في التلفزيونات وما تقرهاش في الجرائد هو ما ذركك لما كلفوه بمهمة رئيس انتاع الامن هذاك الرئاسي في تلك المرحلة لما راح هو دالورد ميسيو هذيك على جلبه هو ينتجريوه في الاخر ما ما مقبلش قالوك يا سيد هذا مش معانا كيفش انتم تجيبوه قالوا له بلع ثمك هو ذركك راهو تسمى كان مكلف بمهمة المهمة انتاعوا اللي يكلفوه بها نفذها بمعرفي ذركة بقاتل اقوال للاسف شديد هو انه كان الناس اللي راح عندهم معلومات وميحبوش يقولوها للاسف شديد هو انه ذكحنا من خلال هذي الحوارات اللي درناها والله كانين اللي يتصلوا بنا لكن ما عندهمش الجرأة على جلبهش يقولوا هذي الكلام والله 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 يشهدوا ما عندهمش الجرأة على جلبهش يطالعوا الشعب بالحقيقة هذي المرة لانه لما تعرف انت القاضية هذي انت عبو ظياف وتعرف الناس هذي الحقائق هذي يعرفوا هذي الناس من بعد ما يجيش هو يشدقلك بالوطنية ويجي معهم مش عارف ان يغنيك بالاسلام ويغنيك بالمصلحة العامة انت على البلاد هذي وراهم حركة حركة وكلمة حركة قليلة فيهم قليلة فيهم لانه الحركي اللي كان هو فيه وقت الثورة ربما قال مثلا جوع قال خوف قال كذا ضربوه عذبوه وقر حكاء من بعد القروح باللي ما تورط كانوا في ذاك الوقت اللي حكموا يقطعوا لسانه وينحيوا لونيفه هو هرب هذا مكان وراه حركي هذا راه حركي وشبعان هذا راه حركي والحرص يأسوا فيه هذا راه حركي وكرشو فيها ميترتين هذا راه حركي وراسوا فيه ربعي هذا راه حركي وهو يأكل في الناس هذا راه حركي ويهدر لك على الوطنية وحركي وما تهدر له حركي ومجهد حركي وشهيد حركي ومع البلشنا ومن العائلة انتع الرسول هذا راه وشي اللي داروه راه 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 يعلم بها ربي هو بومع رافي كان مكلف بمهمة نفذها ويخدموا معاه هو اسماعيل العماري الخيطن تعه وطول مكني قوشني دروات اسماعيل العماري بالاتفاق مع الـ توفيق ونزاره والمجموعة هذه هي مكني قاموا بمهمة كان مكني نحاول سيد الا المكلف عنها من بالة هذه هي ويوتك الممل جديد كانواissimo حين مثلا kek الـ في الشرطة فامت وضع في الموضوع هذه هي والناس ما تحبش تحكي ذلك كان الان ذلك اسكو هذا ذلك المعلومات اللي راها جات جات ولكن قلت لك هنا الناس ما عندها شجاعة باش تقولها معلومات اللي جاتناه هو انه اللي قتل بوذياف ما هوش بو معرافي اللي قتل بوذياف هو شخص واحد اخر واللي قتلوا قتلوا بو معرافي بو معرافي هو قتل الشخص هذك اللي قتل بوذياف وراهوكين تسجيل راها هي حكات راها امرت بوذياف راهوكين تسجيل اللي هو هي راها تقول باللي اللي قتل بو معرافي اللي قتل بوذياف راهم شخص عنده جثة وعنده خشين وكذا 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 وهذه هي اللي قتل بوذياف ها بارك حبيت نضيف نقطة بارك الأخنط دير نعم فهذا المسألة تعشكون لي قتله وكذا يا ها نحن من حسوش على اللي نفد العالم عند العملية بقدر ما يلاقنا عاركوش وكذا يستفاد من الجريمة هذه ذو كنت تقول مثلا حتى في علم الإجرام هناك مسلمات يعني لطبقها جعا يعني في العالم. يقول كده يحب يتعرف من من يعني نفد الجريمة شوف المستفيد منها. حنا كنا عارفوا اليوم شكون استفادوا من الجريمة على قتلات عمو محمد زياط لا أرحمه. نعرف المجريبين شكون شكون هو. يعني مقتل للسطر يعني ما يعني ما فيها يعني فلسيف. ليستفادوا من قتل بوضياء. هم الناس اللي الناس اللي كما قلت انت يراهم يحضرون يعني نداوات يعني ما يعني يعني ما يعني ما يعني ما يعني ما يعني ما يعني ما يعني نعم. شكرا أخي مولود نعود نرجع لك الكلمة لأخ عبد القادر تفضل كنت خذيت من عندك الكلمة. شكرا أخي مولود والله سؤالك يعني هل يتحمل بوضياء في مسؤولية في المرسل نعم. الله يرحمه على كل حال. احنا من 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 يعني يعني قناعة قناعة أن كلنا كلنا عدنا مسؤولية في المأساة ولكن تتفاوت من واحد إلى آخر تتفاوت أفقيا تتفاوت عمودين أو رقصيين. كل واحد حتى أولو سكت. الساكتوا عن الحق كما يقولوا شيطان كذلك. اللي سكت. واللي يضبر. واللي كان في الخطاب العنفي واللي كان يعنف ويقول ندر الجهاد ويقول يعني كل الجزائريين أنا ذاك كلنا نتحمل مسؤولية المأساة. وهذا ليس من باب إذا عما تخفز. لا. وإنما قلت يعني على حساب المستويات كل واحد يتحمل المسؤولية على حساب الموقع عن تاعه. على حساب الموقع عن تاعه أنا ذاك. فمحمد بوضياف رب يرحمه. يعني يا للأسف. شرع عن الإنطلاب. صح هو من جاء بنية أنه أنه يحمي الجزائر من الذهاب إلى حرب أهلية. هذه النياة تاعه أنا ذاك. ما نقولوش غير ذلك. نعرفوه نعرفوه نعرفو التاريخ التاعه النظيف. نعرفو أنه حياته قع كانت نضال من أجل الجزائر من أجل استقلال الجزائر. فلما جاء جاء بنية أنه سيصبح في الجزائر من هذا كل الانفجار. ولكن علاش قبل الأخ عبد القاضر. علاش قبل. علاش قبل. علاش قبل. علاش قبل. قال مثلا وعدوه. لما كانوا مثلا في نقاش معاه من خلال هذه الشخصية اللي بعثوهم له. وعدوه. قال مثلا نشرت عليهم شروط. قال بلي لازم تكون هناك شرعية شعبية ولازم تكون انتخابة رئاسية. هم قبلوا له. قالوا له بلي مثلا مش مشكلة تحب انتجي أرواح وفي شهرين وفي ثلاث شهر. دير انتخابة على رئاسية على روحك معنا. حتى مشكلة احنا. موحمد بوضيف موش انسان سهل. موش انسان سهل. عنده رصيد تاريخي. عنده رصيد نضالي. عنده كان كوندان يامور في وقت من بلا. كان في الحباس الى غير ذلك. يعني فكل واحد كان عنده امبلون. هو ما كان عنده مخطط. هو كان عنده كذلك مخطط. ولكنه هو لما جاء الى الجزائر. هو كان عنده مخطط. ونفذ المخطط انتاعه. نفذ المخطط. انه بعث الناس الى فرنسا. انه دار يده. مد يده الى قصد مرباح ربي يرحمه. بين مخطط. انه قصد مرباح اغتيال قبل اغتيال محمد بوضيف. وليس العكس. هذا حتى نصحها غير خوية مولود. لا لا. قصد مرباح اغتيال بعد اغتيال محمد بوضيف. بعد وقبل. قصد مرباح في 93. نذكر قصد مرباح اغتيال عندما ارجع من سويسرا مباشرة. عندما ارجع سويسرا. اتلاقها مع جماعة من جماعة اللوفيس. باش يدير يقرب بين وجهات النظر. ويقولوا كذلك ان كثير من الملفات اللي كانت عند محمد بوضيف. ملفات الفساد. وهذه الملفات الفساد تورط كل هذلك الجنيرات اللي جابور. نزار. ومحمد مدين. والعماري. وتواتي. وكذا. كثير من الشخصيات هذه تورطها في الفساد. متورطين إلى الراس. من القدم إلى الراس. كانوا متورطين في الفساد. فقبل اغتيال محمد بوضيف. رب يرحمه. هذه الملفات يقولوا من خلال مطالعة لبعض الشهادات. يقولوا بأنها اختفت نهائيا. اختفت نهائيا. معنى ذلك أن باين. باين الأمور. باين وشكل قتلوا. رب يرحمه. ذلك يعني مسؤوليته في المأساة. المأسية المسؤولية تاعه في المأساة أنه أنه أعطى شرعية الإنقلاب والإنقلابيين على اختيار الشعب وعلى المسار اللي كنا ممكن راح نبنو يعني يعني ديمقراطية ممكن راح نبنو يعني مسار ديمقراطي إلى غير رغم أنه كان كان هذا المسار هذا كان فيه شوية العفن متعفن من خلال الخطاب العنفي تاع الجبل الإسلامي الإنقاذ. وخاصة علي بالحاج. خاصة قمازي. خاصة عباس مداني. كان خطاب عنفي. هذا الخطاب العنفي عفن هذا الجو لكنا ممكن أن نروح إلى 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 مسيرة ديمقراطية وإلى بناء إلى بناء جزائر جديدة وجزائر قوية. كما قلت الأخ نوردين قلت بهذاك الحماس عن الشعب الجزائري. أنا ذلك خاصة الشباب والالتفاف انتاحهم على على المشروع. ممكن أن الجزائر ذاك الوقت تصبح قوة إقليمية كبيرة. ولكن يا للأسف أجهد هذاك الحماس. هذه القوة الشبيبة إلى غير ذلك. فهنا أقول أن محمد بوضيف رحمه الله يعني أعطى هذه المصداقية هذه الشرعية لناس يعني يا للأسف خانوا الشعب الجزائري وخانوا الجزائر وفتحوا جهنم علينا. يعني الاغتيال لا قانوني ما فيه لا عدالة ولا يحزنون. القوضات كاقولي. المخيمات المخيمات على الصحراء قدام الإشعاعات النووية. إلى غير ذلك انتهاكات الأعراض. قتل الأطفال. ونعرفوا المأساد. فمحمد بوضيف أعطى لهم يعني شرعية. وخلاهم يربحوا الوقت به. ربحوا الوقت. ستشعر هذيك. سيموا هذيك وعرفوا كيف ينظموا رواحهم. وعرفوا كيف يقتلوا الشعب في العمق وتعوا إلى غير ذلك. فهذا مات ربي يرحمه. ولكنه يعني مسؤول. مسؤول. وإن شاء الله ربي أقوله إن شاء الله ربي يغفر له. وهذا هو يعني. شكرا. وكل الشعب الجزائري. كل الشعب الجزائري يعني وخاصة نحن جيلنا يعني تقلمنا كثير. وتمسينا كثير في أعراضنا وفي نفسنا إلى غير ذلك. هذا مثلا واحد أخذت في هذه الفترة أخذت في هذه الفترة وتعرضت لتعذيب وكذا ولما أجزنا على الضرك مباشرة نضربونا الضرك ومن بين الأوم وقتهم عاش تضربوا فيها وش درتها قالوا لي انتقتلت بوذيف الله يرحمه. هذه ما زالت إليه ومن هذا ما زالت في قلبي يعني. فالله يرحمه على كل حال ونحن لا نكن له أي حقد وربي سبحانه يعرف السرائر والخفايا ولكنه شرعا وأعطى شرعية لهؤلاء الانقلابيين لماذا زال اليومنا هذا نشوف شرانديريا في الجزائر أكلوا الجزائر وسرقوا الجزائر ونهبوا الجزائر ونهبوا الشعب الجزائري والسلام عليكم وعليكم السلام شكرا لأخ عبد القادر تفضل لها أيسا ونجيليك عبد الرحمة تفضل لها أيسا نفس المأساة أنا رأيي عنده مسؤولية هل تجعلها؟ أخي إيسا بقوا هدو ثلاث نقاط حاولوا أنه تدير مدخلة فيها ليس نختم البرنامج لأنه لازم نختم البرنامج مازال ماذا يتحمل المسؤولية في المأساة؟ الملف انت عبوضي فيه حاوله طابو طوية هذا الملف حسنا باللغة المسؤولية أنا هو اللي أعطاهم كما قلت قبل أخا بالقدر اعطاهم الشرعية بالانقلاب هذا كي شغل كين نص كبير من الجزائريين ضد الإسلاميين وكين نص من الإسلاميين ضد هواجة كي شغل اعطاهم هذا التوازن هذاك باللي كين نص ضد ونص النعوض دونك كي شغل العوض ووزر وعطاهم هذا الشرعية هذه الانقلابية فيما يخص المشكل الكي جاه هو ما معطاش اهمية لجبهة الإسلامية اطلاقاً وبما فيها المعتقلات اللي كانت في السحرة ما أعطى حتى قرار ما أعطى حتى توصية ما يحكيش عليهم مانطة كأنه هذا الناس هذا ما همش بشر وزيد المشكل الكبير أنه يعرف أنه في هذه الرجان أنه كانت هووي يكون يعرف هذا السياسي وثوري معروف إنه عارف أنه كانت تدار التجارب النووية في هذه المصرى وما تدارش حتى partie هذه وما يحاولش أنه يستدرك هذوك بجمعة البيس ولا جمعة الجبال الإسلامية يفعل إنه يفهمهم في الوضع هذي من جهة من جهة التانية انه كما قلت قبل بشكل قتل هو بورد بيرا كان في بعض الاتصالات من خلال الشهادات كان واحد من اللي يدرنا مع حوار هو علي بن حجر اللي كان في وقت من الأوقات كان قائد انتع جماعة ومسلحة وكان واحد من الناس اللي كانوا معتقالين في الصحراء قال باللي بعثنا في المرحلة اللي كان هو فيها رئيس المجلس العالم قال باللي بعثنا جماعة وقالنا باللي اصبروا سما القضية انتعكم اراها جاية في الحل يعني اشما هذا سري يعني هو روحكا اذا انت عوطاني لا لا انا هذا الراب هو ضياف هذا كل وقت كانت تقريبا سماك شغل مرسلات سرية يبعث الجماعة هو بسع جماعة يودي يشوف ونقول لك ذلك المشكلة هذه هو ان الناس ما راهيش فهم الأمر كيف يشتمشي هذا اراه جهاز بتاع المخابرات اراه ربي من فوق وهم ملتحت ربي من فوق وهم ملتحت اراه عندهم كلش ببوضياف المكالمات انتاعه كلها تحت التصنت وكلها مسجلة هذا كيف حركات انتاعه مع من يلتقي شكون هم الناس اللي يجيوا ليه هذو وراهم هم همش ناس يلعبوه ومتحكمين في الاركان انتاع الدولة من الرئيس للشامبيط للشامبيط كامل كامل تحتهم المهم قتلك كنت لما هو يشوفوه ذلك احنا كنا قبيل ونقولوه باللي واش هي الاسباب الرئيسية اللي ادات للمقتل انتاعه واش كان هو ينوي فعل انتاعه ومطرحت هاش هكذاك برك من راسي ذلك هما لما يشوفوه من خلال تحركات انتاعه مع من راح يتصل واش كون هما اللي يجيوا ليه واش راح هنا ويدير لما يشوفوه ذلك هو واسمه قاس دي مرباح وعلى بالهم بالليقاس دي مرباح راح هو العدو واللادود انتاعهم وراه هو بعث قال مثلا ذابط راح لسويسرا كما كانوا يقولوا ان الاخوة راح يثم هو يبحث عن لي كونت وراح كذا واش راح تنتظر حين قعدوا هما ينتظروا ايه المشكلة نوربين تاع بوبيات الله يرحمه المشكلة تاعه انه ما زربش دار ارضية اللي تحميه لا بعض اللي تركز عليها كان نعول غير على قاضي مرباح واذا كل وقت قاضي مرباح كان تسيب لهو ثاني ما هو كان على باله باللي هو راح يموت قاضي مرباحه الله اعلم بالصحة متأكد انه بحكم منصبه وحكم المعلومات اللي عنده كان كل يوم على باله باللي راح يتقتل هالي سوري سارتا الارضيين تعبو ضياف ما كانش والدليل انه بكل تحركاته في الوطن ما مشى معاه لا وزير لا مسؤول دولة لا عسكري كما نقوله قيادة كبيرة معاه ما قاعدة معاه ما كان والو خلاوه وحده لانه كان تحضر للقتل قبل عنابة لكن انا السؤال ممكن تتجاوب عليهم بعد في نهاية الندوة والله على وقت اختاروا عنابة بالذات قالوا اسكو هي السهلة لهم اسكو باه يبسحوها في جماعتك كما احنا واحد الوقت سمعناه انه ضربت عنابة انه انه قالك باه يقولوا والذي من الهاتف هو اللي يقتربوا بها هذا الشي سمعناه متدود في الجزائر ذكار عنابة بالذات علىه وفي الشرق الجزائري علىه هذا هو الاسكو هي الخطاجات وسمحتهم انه متصرها في عنابة خير من بلاس اخرى والله كي كما قلت انت رح يحب سوى كل التحركات هذه مجرد قلت لك انا عنده جزء من المؤسات لكن الوقت اللي استدرك الأمور خلاص اعطاه الله ذاه يعد الأمور على حسب المخطط لكن هما كما قلت انت حكمين ذي كل شيء اذا يسمعوه هو كي يروح للطوالات على بل مبليه للطوالات اثنين اشكومين في بوذياب طابو انا كي رح تلنابي ثلاثة سبتوم برحت للجزائر هكي قاعد الشيخ العاية قلت لبلكم بوذياب قتلوا وقال اللي يقتل بوذياب قتل اللي يقتل بوذياب وانه يقولوا باللي راهوا فلسطيني الجنسية السيدة على ما قلوا يسك تعلينا تحوزت باصينا هذا انها ضلت على الناس اللي كانت مجموعة ليكون شيخ معامر هذا الدليل انه الناس مازالت خايفة تحكي على بوذياب هذا من خص طابو هل طوال يملك بوذياب انا نقول نعم خاطئ اذا ما جاء واحد اخر مننا جنرال كما رهم يهضروه يقول انا عندي معلومات كبيرة والله يصرح بمعلومات باللي على بالوش كل يقتل بوذياب وانه يصرح وانه يصرح اذا كانت مصرحية وانه يوجد حرب جنرالات يمكن ان تظهر الحقيقة اذا ما كانت في هذه الطريقة طويلة ملف موذياب طويلة ملف قاضي مرباح ملف المخطوفين طويلة ملفات كبيرة طويلة ملفات كبيرة طويلة ملفات الفساد وكل جنرالات بالمدنيين بالنسبة طويلة ملفاتهم يعني ذكرنا في رايحين طويل ملفات ووحد يزيد يهضر هذه هي ونقول رب الخير ونقول كلمة على ابو معرفي ابو معرفي رأوا فيه سركاجي موج له في سيلونة عنده ناس تعس عليه سركاجي لا يوجد سركاجي لا يوجد سركاجي وراءه هناك مكان آخر المهم الوقت كان فيه سركاجي في البداية ربما الهر اللي كانوا الجماعة ثم على جلبة ما يديروا فيلم انتح من هر المجزرة سركاجي بعد المجزرة بتلوه وانا عندي واحد قال لي ما كانش منها انه بتاعذرت بكل اكدها بتاعش حكاة العيائدة ذاك الوقت بس صح قالك انه وصل البمعرفي ما كانش منها والله اعلمه كل واحد يقول رايح الله اعلم كيفش اللي وصل البمعرفي نهارنا قال بالعيائدة بالليجا واحد وحطوا على ركمته راح يذبحوا وطلع طلع طلع لعيائة تقصد القضية المجزرة سركاجية سركاجية هذي شخص كان في السركاجية هي هذي شخص اللي راك تحكى عليه كيف حالك كان في السركاجية ها من الدرك اللي فيه سركاجية اه كان يعيس ثم كان من الدرك اللي هي كان المشباي كان هذي شباي لم يشباي تنقوله احنا وش نقوله قزارنا الله انتبه تعال بجدار مية حدث الكاجين وكي صراط لطربة هذي كتير مال تعال الباب جديد ها كانوا من اللولين اللي دخلوا هذا في ظرف هذا الجدار منك تحكي هذا في ظرفه وراه كان مستعمل المهم هم كانوا حراسة المهم قراب للسجن كما يصراه في السجن هم على حطناه من قدام السجن يلعبوه كما يصراه في السجن هم يكونوا ذا هذي كي صراط لطربية تقريبا حراستها ومهمتها هي السجن المهم المهم وعندي حكاية اخرى واحد كان يخدم في سركاجة اسمه السجن يقول بالله كان كل ربع سواء عليه حراسته يتبادلوا عليه يتبادلوا على كان في شامبراء عنده حتى التلفزيون ووحده وكي يخرج اللاكور يخرج وحده السمه كانت عليه حراستها مشدادة يعني كأنه إقابة جبرية في سجن عنده كل شيء ويأكل وحده والماكلان تعه وحدها هذي اللي باش يحافظوا عليه باش يحافظوا عليه باش يحافظوا عليه باش يبقى هو بين باللي مكلف بمهمة هذي اللاكور هذي اللاكور هذي اللاكور يحافظوا على حياته سمكين كل واحد يحافظ على هو شوف ذرك لوكان ما يفهم هو ذرك هذا بوم عرافي القصة من أولها الاخيرها يفهم هذه الحوارات اللي يراني نديروا فيها ويفهم هذه المخططات ويفهم هذا الوسم كامل هراه هو وراه ما يرى في الدكترين هذو انتع الجماعة ذرك هو وراه باين باللي مكلف بمهمة كلفوه بمهمة والناس هذو كان اللي لعبوه على الوطرتع الوطنية كيما ناس واحد اخرين لعبوه مع الوطرتع الاسلام وارتقبوا جرائم كان منهم من حتى اللي وصل هو انه يقتل واحد من العائل انتعوا بشتق ربيه الربي كيف كيف اي 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 نفس الشيء هذه هي المهم انا النتيجة النتيجة اللي عرفناها بعد المآسات وليشناها وعشناها انه موت بوذياث هي انتلاحة الدمار في الجزائر هي انتلاحة الموت الزبيحة بدأت منهم الاغذيالات بدأت منهم منهار موت بوذياث والشعب صدموه الشعب ملقوش يدير مافهم فيها اوالو غيبوهالو مافهم والو سكت خلاص اللي تمها العفيس بداع من هذيك من موت بوذياث بدأت الجزائر في دخلة النفق الظلام واللي عجبت عليها بعشرة سنين ومازالت مأساته لليوم رانا ندفعه في الثامن فيها لليوم هذا ما كانوا تفضل السلام نعم شكرا للأخ ايسا تفضل الأخ عبدالقاء عبدالرحمن من أبو مرداس مرحبا بك هلو أخ عبدالرحمن هل تسمعوني أخ عبدالرحمن تفضل الأخ عبدالقادر لأنه يتخفض نقاطر المداخل يقولنا مولود تفضل الأخ مولود ومن بعد أن نأخذها تفضل الأخ مولود تفضل الأخ مولود تفضل الأخ مولود نعم أصبر عليك قلت كلمسؤولياء يلقنخدوها من جوايا متعددة نعم يعني رويس حقا أكثر من المغفرة أكثر من الأمور من ناحية مثلا تقول مثلا كان في تقييم الحكم تعويس أنه كان رأس لمدة قصيرة جدا يعني ما تقارنها مع مدة الرؤساء في العالم يلقى كأنه يعني أرمشت عين ما حال حكم حكم ست شهور أربعة شهور وثانيا إذا حبنا مثلا نكون مثلا نحو الجانب العاطفي يجب أن نقص الحساسية عن الناس خاص من الأهل هي مسؤولياء نشوف فيها عنده شيئا مسؤولياء خلاقية لأنه ورط نفسه في واحد المأزق وتدارك في نص الطريق ولكن ما قدرش يجب دروحه كما قال هذاك كما قالوا كما قالوا يعني عبوز على الأزنات كي يخرج البارد خلاص هو كما قالوا تفداء وقانيت أنا اللي يسميهم اللي يشغل نعطيه قانيت تثيقل في هذا الشهد هو العزوف تاوي على السياسة نحن منهار منهار خرج من جزائر لا نسمع نالوش حتى المذكرة تستعم بكتبهاش لا نسمع نالوش يعني دار مقالات أو دار مقالات أو دار انترفيو مثلا كتقارنوا مع يعني الأخرين داروا يعني كتبوا على الأقل شيء يعني داروا شيء يعني شهادات وكذلك كانت عنده الفرصة نهار كان مثلا في وقت شهدية بجدد الله يرحمه كانت عنده الفرصة ذكرية وقت باش يدخل تزاير لأن شهدلي عفاق على الناس معارضين يعني يعني عفاق عليهم ودخلوا بزاف من الناس دخل فرهات عباس إلا اللي ما حبش يدخل إما يتحمد ما حبش دخل فرهات عباس دخلوا ناس ناس كتير يعني فهو لهذا العزوف فرهات عباس ولما يدخل دخل بهذا السلوب العاقلي في هذا تزاير الدخل بالعقلية كان يدخل كأنه ما زالوا يعيش في نوفمبر فشغل شكل بتاعليها رحمه الله يعني حسنا نسلم يعني ما نشف تسمى النمو فيه ولكن عنده بصمة عنده وقت لك عنده مسؤولية خلاقية شوية لأنه يعني يعني هو يعطى الغطاء يعطى شرعية للناس المجرمين اللي ضربوا به يعني ضربوا الجزائر في العمق يعني ضربة كانت قوية جدا يعني تألموا فيها اليوم من هذا وانطلبوا بسبحانه يعني يعفو عنه يعني ويغفر له نعم ويغفر لجميع الناس اللي مثلا يعني تورطوا في هذه الأشياء ولأنهم ناس مخلصين يعني الناس عندهم ما وش ناس يعني عندهم فسد أخلاقي ولا فسد مالي ولا الناس مخلصين يعني ما بدون بدون نقاش وانطلب الله عز وجل يعني يعفو عنه ويعني ويغفر له ويعني ويجعل العامل تعوه هذك اللي كان خالص للجزائر يعني في يعني في ميزة الحسنة إن شاء الله امين نعم نعم شكرا للأخ مولود وتفضل الأخ عبد القادر دير مداخلة في النقاط هذو اللي يبقى شكرا أخي نوردين أنا ما طولش على كل حال لأننا ترك مزنوب شوية أنا نوجه غير فيه الحلقة اللي على بالها واش كل يقتل البوذياف ربي يرحمه هي موجودة ويسمع فينا وهو محمد مدين ونزار فأنا نوجه هذا النداء من منبر إذاعة وطني نوجه لهم هذا النداء إلى الضمير إذا كان عندهم ضمير محمد مدين يا محمد مدين كون راجل وقول الحقيقة فأنت اللي تتحمل موت بوذياف وأنت اللي تتحمل دم بوذياف أنت ونزار وجمعتك تتحمل مع نزار تتحمل مقتل أحد رموز الثورة الجزائرية بوذياف ما هو إنسان عادي هو أب كل الجزائريين هو رمز من رموز الثورة انتعنا لو ما كانوا هذا الجيل من أمثال محمد بوذياف مستحيل أنت يا محمد مدين أنك تشد منصب في الجزائر وفي الدولة الجزائرية مستحيل ممكن رأيك خماس وقول له ماش عارف مين رأيك فهؤلاء الناس وهؤلاء والتضحية هؤلاء الرجال هو اللي خلاتك باش تكون مسؤول في الدولة الجزائرية فأحملك وما زلت على قيد الحياة ورق تسمع فينا وممكن تسمعنا غدا أو بعد غد أو العام الجاي تتحملوا هذا المسؤولية نريد الحقيقة تكون القاتل واش كون اللي قتل بوضياف وعلى شا قتلتوا بوضياف أقول للمجاهدين اللي مزالوا على قيد الحياة وعلى أبناءهم والأبناء الشهداء ما تجدوش تقتلوا بوضياف مرات ومرات لأن السكوت على الحقيقة هو إعادة الاغتيال مزلنا نغتالوا في محمد بوضياف إلى يومنا هذا لأن الحقيقة لم تظهر فأدعو كل الجزائرين كل الشرافاء في المؤسسة الأمنية من الأغلبية أن تحمرهم في التقاعد إذن حان الوقت حان الوقت باش نقدموا شهاداتنا للجيل هذا وللأجيال القادمة لأنها تبقى وصمة عار وصمة عار في جبينكم وخاصة في جبينك يا محمد مدين الجنواء التوفيق ونزار وصمة عار أنكم جبتوا إنسان ثوري واغتلتوه ولذلك يعني مستحيل باش نتقدمه إلى الأمام مستحيل أننا الجزائر تتقدم إلى الأمام والمجرمين مازالوا يمشوا في يعني لمحاسبة ولا أي شيء المجرم مازال يمشي عادي فلازم تكون الحقيقة نحن لا نطالب بالثأر لا نطالب بالثأر نطالب بالمصالحة نطالب بالتصارح بين كل الجزائرين كلنا مسؤولين في هذه المأساة فندلوا اليد في اليد ونظهروا الحقيقة إلى الأجيال والمستقبل الجزائر والسلام عليكم ومبارك الله وفيك أخي نوردين وعليكم السلام شكرا أخي عبد القادر فيما يتعلق بالنقاط هذو اللي بقوا بداية السؤال اللي طرحته الأخ عيسى فيما يتعلق بعنابة لماذا عنابة؟ قلت من أن أنت في حديث أه يقال هكذا من أنه الشاذلي هذا حديث قد يكون نفس هذا الجماعة لأنه لما ذلك نحن نتحدث على توفيق توفيق عنده الفرخ نتاعهم مجري في كل مكان بالتالي يدرك هو لما يتحدثوا ذرك هذا الناس على جلبة يحصلوها في الشاذلي قال باللي لأنه الشاذلي رحم داروا عليه انقلاب وبالتالي درك هذو اللي جماعة نتاعوا ممكن على جلبة يقتلوا بوضعها فعلى جلبة يعودوا يسترجعوا الحكم وحنا الآن نرى نجفنا من خلال الشهادات اللي الآن درك اعترافات اعترافات انتع نزار يقول باللي خلاص لما قروا خلاص من خلال اللي انتاعوا بالشاذلي في الانتخابات البلدية حمروا عينهم فيه بالتالي هما ذوك لما راحوا البوذية فرحوا يجيبوه خلاص قروا على جلبة الشاذلي يدير يديه من وراه ويديه ويحطوه في بوسفر كان يتفركس ثم في وهرن لحتى ان الأخر هذي هي دوروا له انقلاب وده ويحطوه ثم وصلت عن نبي المختار عن نبي لماذا؟ كاين حدث تاريخي بحيث انه بوذياف هو لما راح للمغرب هرب من عن نابا هذي لازم تبقى محل بحث ولماذا عن نابا؟ هذي فيها بحث فيها بحث و لازم نيجي النهار وين انه نعرف الحقيقة لماذا عن نابا ربما ربما عجل بشي حصلوها في الشاذلي و القلوب بتاع الشاذلي ربما هذا سؤال والله تساؤل دورك القاضية هذي انتع انه بوذياف يتحمل المسئولية لا شك في ذلك الانسان اللي يحب يبرعه من المسئولية هذا انسان موش انسان منصف وموش انسان عادل يتحمل المسئولية كيفاش دورك هذا لو كان نقوله مثلا اراه جاء نتيجا انتع حوار يا سيدي قال هذي الناس جاتهم هبلوا والله نقوله يا سيدي خلي نقولو كلام موضوعي نقولو كلام موضوعي اللي راهوا جاء نتيجا انتع قناعات خلي نقولو كلام موضوعي حتى باش من نظلمو حتى واحد نقولو في الحقيقة للناس قال اسيدي ذرك هذو الجماعة اللي كانوا هم في الجبل الاسلامية ممثلين في هذو عليب الحاجو عباس مهدني قال راه هم كانوا ممش في بلاستهم وبالتالي راه هم كانوا مدين البلاد مدين هالهاوية فارغا وحصل نقاش مع شخصيات وطنية شخصيات اللي مشهود لها من الخاص والعام من النور هم يحرصوا على المصلحة انتع البلاد قال ذرك مثلا جاء مهري في تلك المرحلة حمد طالب الإبراهيمي أي تحمد ما نشعرف انا في المرحلة هذيك بنخدها لا مات ولا ما زال والله ما نشافي بالتاريخ بالضبط ممكن كشما واحد يعطينا التاريخ اللي مات فيه بنخدع شخصيات اللي معروفة معروفة بالتاريخ انتاحة معروفة بالنضال تاحة معروفة بالاستقامة انتاحة قال مثلا الشيخ صحنون كان موجود في تلك المرحلة هذو ناس اللي نقولوا مثلا عندهم كلمة وعندهم صوت مسموع وقال راحوا البوذيف وشافوا باللي الشياد اللي يراهوا ما كانش قادر على جلباش هو يتحمل المسئوليات انتاعه حتى انو راهو كان واجهة فقط اللي راهو كان يسير فعلا في البلاد هو الجيش والآن خلاص الشياد اللي راهو صار يعني الوجه هذيك ثلاث خط ولازم هما يشوفوا شخصيات اللي مازلت فيها قل ديناميكية وفيها حركية والله حتى باش هما ينقذون ما يمكن انقاذوه وقال هو تجعل هذا الاساس ومن بعد غدروه هنا نقولوا باللي خيانة عظمى لكن هو احنا معلا بناش معلا بناش على وش تفهموا معاه وش قالولو وش قاللهم معلا بناش على التفاصيل هذي وذورك الكلام اللي كان يقول فيها اخي عبد القادر انا نوافقه توفيق راك تسمح فينا سواء على المباشر الان راك تسمح فيها والله راهم كيني الناس اللي راهم يوصلك الكلام راهم يجيبوهلك انا على يقين بللي تسمح الكلام غير قول لي برك وين راك رايح لوين ويش من جيه راك رايح فيها على بالك بللي القبران تاعك لو كان ما تصفي الظامير تاعك قدام الشعب وراه ويصرات تغيير راهم يكتبوه فيه هذا قبر المجرم توفيق يجي النهار اللي يكتبوهلك في القبران تاعك وهذا قبر المجرم من الزار ويبقى التاريخ هذي موش انت اعقل مثلا تجمع ذو اللي راهم يضربوا في الزرن هاو راهو التاريخ راهو يبقى كامل يولي ويدرسوا في الناس وكل ما واحد يحكي عليك كيف ما راهو يحكي على واحدة على ما على بليش انا كي ما راهو مذركا راهو من الفرنسيس والهدوان راهو يحكيوهما على هتلر وراهم يحكيوهما على موسوليني وراهم يحكيوهما راهو يحطوكم هكذا هذي المظللين اللي راهو من الان راهو يجيووا ليكم وراهم يطقى هواوا معاكم ويتأشوا معاكم ويظلوا فيكم هذا وراهم ما راهو مش ينصحوا فيكم احنا ماناش نحوسون انتقموا لا منكم ولا من ولادكم احنا حابين هذا الدرس هذا اللي اخذته الجزائر من خلال هذا الدماء اللي سالت من خلال هذا الارواح اللي سقطت من خلال هذا الاملاك اللي ضاعت من خلال هذا المستقبل انتعى الاجيال اللي رهنتوه نحوسوا على جالباش نساهموا باضعف الايمان على جالباش حنا نمنعوا الجزائر من فتنة عميارها جاية لانه هذي الشي اللي درتوه طيلة هذي السنوات اللي انتو ما كنتو في الحكم واش درتوه كسرتوا الاسرة كسرتوا المدرسة كسرتوا المسجد كسرتوا الجامعة كسرتوا المستشفيات كسرتوا التواصل بين الناس وكل ما جاءوا ناس حابين على جالباش يساهموا لطقتوهم شوهتوهم واش قاعدين تنتظروا انتم ما منظرك هذي الشعب اللي راه وظرك الان صار لا يعبه راكم تشوفوا الان انظرك الان الناس راها تقرع على روسهم الان انظرك على الدستور والناس ما على بلاش ما على بلاش كأنه لا يعنيهم الامر ما على بلوش ما على بلو لا بالدستور ولا بالجمهورية ولا بالقوانين ولا معلبله ولا بولده ولا بالعائلة انتاعه ولا بخوته ولا راح تخليت البلاد تخليتوها تربكتوها رب ان شاء الله يتربكها على روزكم على الاقل ساهموا في انقاذ ما يمكن انقاذه ساهموا من خلال تنوير تاع رأي العام دون التعنتير كما راهوا يتعنتر نظار يتحدث على الاموات يتحدث على الاف القتلى ويضحك يضحك قدام الناس في التلفزة دون احترام حتى الناس اللي راههم موجوعين ومكلومين ومضربين مضربين للقلب حتى حتى اضعف الامن ما يديروش مش يحكي بتأثر قال راهوا لما يستذكر هذه الاموات قال تدمع العين انتاعه ويرق القلب انتاعه ويتحدث وكأنه يتحدث على حشرات كأنه يتحدث على كلاب حتى الكلاب رانا شفناها احنا في هذه الدول كلاب كلاب الناس تبكي عليهم وقيطة الناس تبكي عليهم ويتحدث على الاف الاف القتلى الاف المختطفين الاف المشردين الاف المنفيين الاف اللاجئين الاف المفصولين من العمل تهم يتحدث عليهم وكأنه حق ذاك يضحك يشغل كأنه كان في مصرحية والله واحد مصطول ضربها ضربها الاسمو ويحكي كأنه ما على بالوش وقال لك خمسين الف بركة ناردين خمسين الف بركة ناش ميتين وخمسين اذا الملف هذا انتع بظيف هو الان من خلال التناول انتعوا في بعض الوسائل انتع الالام هم عم يتناولوا فيه من زوايا مختلفة وحبين هما مو مش الناس تعرف الحقيقة ضرك الان اذا كان شوفوا الشهادة هذيك انتع ابنو انتع ناصر بوذياف لما درناها الاذا انتع وطني شوفوا شهادات اخرى مطابقة شوفوا الان من خلال هذه الشهادات لانه ضركة ما عادوش وما قادر ان يسيطروا على توجيه الرأي العام وراك ما تشوفوا فيهم القانوات الصحف كامل كلها ومزعجينهم تسجيلات على اليوتيوب زعجينهم بشكل لهم خطر رك ما شوفوا يحضروا على كل شي ولكن يخفيوا هذيك الحقيقة اللي راه تنشر في الانترنت يخفيوها الى الناس وماذا بهم معلاجين الناس باش ما تعرفش لانه لما تعرف الناس هذيك الحقيقة راح تتغير القناعات انتعها بالتالي هما يسعوا لطمس الحقيقة ضرك كايني الناس لما ضرك قال مثلا شهادة اللي دارها وولد بوذياف والله شهادات اخرى قال مثلا مدني مزرق ولا العيادة هما يحاولوا هو انه يتناولوها بشكل على جل باش يغربوا المصداقية هذيك يتناولوها بشكل حتى باش ينحيوا لهذاك الثقل هذك اللي دارتو لانه السبق الاعلامي هذك اللي يكون موجود من خلال التصريحات والله خلي الناس وانه تتابع في هذك التسلسل منتاع الاحداث هذيك حتى باش فيما بعد الناس تفهم هما لا وما يحاولوا باش يحرفوا هذك الوعي ويوليوا ويقلبوها كأنها مسألة ودي خلاصة ودي تخنم الموضوع يا حاصره انترك دير انت على هذك ناصر بوذياف يا حاصره هذك ناصر بوذياف الله ما على باله وديرها البارحة نلقيتوه وفي البلاصة الفلانية ودي خلينا يا رحم والديك يديرها وكله على جل باش الناس تنفر من الحقيقة ولكن انا على يقين من ان فيه شرفاء موجودين في الجيش وفيه ش très wijمو انا على يقين من أن الناس هي تبكي للجزائر أنا على يقين من أنه كينين الناس راهم قلبهم على الجزائر وإن شاء الله شيئا فشيئا لما تجتمع هذه الطاقات وهذه الإرادات الجزائر راهم رايح يتغير الوجه انتها بوظيا فهو توفى ربي يرحمه وربي يغفر له ولكن للأسف الشديد هو وقع في الفخ انتع هذا الناس سواء كضحية أو كساذج الله أعلم المهم هو وره أعطالهم شرعية لهذه الشرعية اللي هما ذبحوا بها الكثير من الجزائريين والجزائريات هذه الشرعية اللي أعطاها لهم سمحت لهم على جلبه باشي يعتقلوا الآلاف ويفصلوا الآلاف من العمل تهم حتى من الضباط في المخابرات وحتى من الضباط في الجيش وفي كل المؤسسات بتاع الدولة بالتالي هو يتحمل المسئولية ونحن لا نحاسبه لا نحاسبه فيه نحن الآن من خلال هذا البرنامج حابين نساهموا في توعية الناس لأن الكثير من الشباب للأسف الشديد ما عرفوش هذه الأشياء إذا كان درك الإعلام مغلق ما يتحدثش في هذه المسائل وراهم يستعاملوا في سياسة الهرب إلى الأمام ذكراهم كأيني الناس اللي انتال ما تحكي معاه من بعض الشخصيات هكذا والله ما عادي يقولك انتا والله لا عظيم أخوي ففكونا الموضوع هذي راهم الناس في 2016 انتم ما زالكم في 92 وما زالكم تحكي لا 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 نحكيوا على 92 كما نحكيوا على 54 54 انتم منسيتوش ها وال45 منسيتوهاش والناس حابة تنسى 92 انساوا ال45 وانساوا 62 وانساوا 1830 ها انساوا وجدار الشعب الجزائري تلت الثورة انساوا هذاني لو كان ما هذا التسلسل هذا لو كان ما الناس عرفت الاسلام كيفاش تعرف الاسلام دورك راح وعنده 14 قرن تاريخ هذا مهم لفهم الاحداث لازم على الجزائريين والجزائريات خاصة من الناس اللي يمتلكوا معلومات الاذا عن تعواطني راح في خدمتكم مرحبا بكم في كل وقت على جلبة شتساهم وفي تنور الرأي العام وما يهمناش بأي لغات تحثوا تحثوا بالعربية بالقبيلية بالشوية بالمزابية بالفرنسية حتى بالعبرية لو تحثوا العبرية مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم المهم على جلبة شتساهم شعب الجزائري من خلال الحقائق اللي لا تقدرش تسمعها في أماكن واحدة أخرى وإحنا رأنا إن شاء الله نتعاونوا إذا كان نلقينا رجال كلنا نتعاونوا من أجل على جلبة شنساهموا في كشف الحقيقة للرأي العام وإذا كان متنا ولا قتلونا أحملوا المشعل أبقاه بالحقيقة هذه تزعجوا فيهم إلى أن تستعاد السيادة نتعاون الجزائر هذه باختصار الكلمة نتعي إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا برك الله وبركاته السلام عليكم الجزائر حررها الجميع وأخطأ في حقها الجميع ويبنيها الجميع وأخطأ في حقها الجميع حد من معا من أدليل مخالات وطنية حد من شكرا برك الله